الواثق بالله ولد هارون الواثق بالله في شعبان 196 هجري في طريق مكة وتولى الخلافة وهو في الحادية والثلاثين من عمره وكان أبيضا لون مشربا حمرة جميل المنظر حسن الجسم قاتم العين اليسرى فيها نكتة بيضاء وكان شاعرا ويروي الشعر وكان محببا إلى عمه المأمون الذي كان يفضله على بعض أولاده كما كان هو يتشبه بالمأمون في حركاته وسكناته وكان الواثق هو النائب على بغداد حين انتقل عنها المعتصم مع الأتراك إلى سامراء وكانت أمه جارية رومية ولكنها لم تتمتع بخلافة ابنها إذ خرجت إلى الحج في العام الذي تولى فيه الخلافة فماتت في الحيرة في ذي القعدة 227 هجري فدفنت في الكوفة ولولا أن التاريخ لا ينقل كل شيء لكان لنا أن نسأل أيهما غلب في نفس الواثق لذة الخلافة والسلطان أم غصة موت أمه إن للقلوب تاريخا غير مكتوب بويع هارون الواثق بالخلافة في الثامن من ربيع الأول 227 هجري وكان على مذهب أبيه وعمه في القول بخلق القرآن وعلى مذهب عمه في الإحسان إلى العلويين ومما يدل على صلاح الواثق وإيثاره مصلحة الأمة ما فعله مع وزير أبيه محمد بن عبد الملك الزيات إذ كان قد طلب مالا من أبيه فنصح الوزير أباه المعتصم ألا يعطيه إياه واستمع المعتصم لنصيحته فأقسم الواثق لإن آل إليه أمر الخلافة لا يقتلن محمد بن عبد الملك الزيات فلما آل إليه الأمر اجتهد في البحث عن من يصلح مكانه للوزارة فلم يجد من هو مثله فاستدعاه قائلا سأستبقيك خوفا من خلو الدولة من مثلك وسأكفر عن يميني فإني أجد للمال عوضا ولا أجد عن مثلك عوضا وظل وزيره حتى مات الواثق إزدياد نفوذ الأتراك سار الواثق على خطاء به في تقديم الأتراك والاعتماد عليهم ففي رمضان 228 هجري خلع الواثق على أشناس الأمير التركي لقب السلطان وتوجه وألبسه وشاحين من جوهر وبذلك اعترف له بحقوق تعد نطاق المهام العسكرية الخاصة حتى إذا توفي الواثق في سن مبكرة كان وصيف خلف أشناس قد أمسى من القوة بحيث يستطيع أن يرفع إلى العرش الرجل الذي يرتضيه وسيأتي ذلك معنا فيما بعد والواثق هو الخليفة الذي يمكن للمؤرخ أن يحمله مسؤولية ما آل إليه حال الأتراك فإنه طوال فترته لم يقم بفعاليات عسكرية تذكر فكان حكمه فترة ركودا جعل التركى يشعرون بأهميتهم ويتدخلون في السياسة وبدل أن يقف الخليفة ضد هذا الاتجاه ويقصر فعالياتهم على النواحي العسكرية كما كان يفعل المعتصم نراه يسهل الطريق لهم بتعيينهم في الإدارة فاتسع مدى نفوذهم ولعل ضعفه وقلة إدراكه مسؤولان عن خطائه الأخير وهو عدم تعيين ولي عهده بعده ففتح للترك باب التدخل في آخر مراحل السلطة وهي اختيار الخليفة فلم يترددوا في استغلال الفرصة بل كانت لهم اليد الطولة في انتخاب المتوكل فكانت هذه سابقة جرة الويلات على العباسيين النكبة الكتاب وكانت في 229 هجري حيث ظهر للواثق تلقي مجموعة من كتاب الدواوين للرشاوة ويبدو أنه انتبه لذلك على إثر نقص واضح في بيت المال فاستخلص منهم لخزانة الدولة كل على حسب جريمته فمنهم من أخذ منه مليون دينار فما أقل كما عاقب بعضهم بالجلد على قدر ما فعل فمنهم من ضرب ألف سوط وأكثر من ذلك وأقل وكان حدثا كبيرا وحركة تطهير في صفوف عمال الدولة امتدت لولاة الشرط وهم مديرو الأمن بالتعبير المعاصر وتولى أمر التحقيق في هذا إسحاق بن إبراهيم في تحقيقات علنية شهدها الناس حركات التمرد واحد تمرد أعراب الحجاز تمردت قبيلة بني سليم في أرض الحجاز وكانت البداية أنهم يقطعون طريق الناس ثم تطور الحال إلى أنصار يدخلون الأسواق فيأخذون ما شاء بالسعر الذي يحبون ثم توسعت عمليات قطع الطريق حتى صارت كبيرة ومنظمة وقتل فيها بعض من أشراف القبائل من بني كنانة وباهلة فأرسل إليهم والي المدينة المنورة سرية عسكرية صغيرة انضم إليها المتطوعون من الأنصار ومن العرب فقاتلوا بني سليم لكنهم انهزموا أمام الأعداد المتتالية التي قدمت إليهم دعما لهم فتطور أمرهم إلى أن استولوا على المنطقة ما بين مكة والمدينة في 230 هجري فبعث الواثق جيشا يقوده أبو موسى التركي المعروف ببغاء الكبير فقاتلهم في شعبان 230 هجري في عقر ديارهم وهزمهم وأسر منهم ثم أخذ منهم ألف رجل من المعروفين بالإفساد والشر فحبسهم وبعد انقضاء الحج فعل هذا أيضا مع بني هلال الذين دفعوا إليه 300 من أهل الإفساد فيهم ليتجنبوا حربا كحرب بني سليم فحبسهم مع مجرمي بني سليم في المدينة المنورة لكن هؤلاء انتهزوا فرصة خروج بغاء من المدينة ونفذوا عملية هروبا كبيرة من سجنهم في المدينة لكنهم وقعوا في يد أهل المدينة الذين قاتلوهم قتالا شديدا حتى قتلوهم جميعا وأخذوا بثاراتهم الماضية وكان بغاء يثبت الأمن ويؤدب قبائل الأعراب التي جرت على المنوال ذاته مثل غطفان والثعلبة وفزارة وأشجع وبني كلاب فكان معهم كما كان من قبل يأخذ منهم مجرميهم ويحبسهم ومن حسن حظ بغاء والخلافة أنه مكث في أرض الحجاز وشهد موسم الحج ولم يكن يعلم أن ثورة أخرى ستنشب قريبا منه 2- تمرد انتحاري وفي الشمال عادت ذكرى الخوارج إلى أرض الجزيرة الفراتية إذ تمرد محمد بن عمر التغلبي في 231 هجري من الخوارج في بلاد ربيعة لكنه كان تمردا محدودا وانتحاريا إذ لم يكن معه إلا 13 رجلا فحسب فاستطاع القائد العسكري للموصل غانم بن أبي مسلم بن حميد الطوسي أن يهزمه على الرغم من أنه خرج له في 13 رجلا أيضا ثم بعث به أسيرا إلى بغداد فقتل وعلق رأسه إلى جوار غيره من المقتولين ليكون عبرة 3- تمرد كردي وكان تمرد آخر قد قام به جماعة من الأكراد في نواحي أصبهان وطبرستان أخافوا الناس وقطعوا الطريق فتصدى له وصيف الخادم التركي فهزمهم ودخل بغداد في 231 هجري ومعه نحو 500 أسير منهم قدم وصيف الخادم بجماعة من الأكراد نحو من 500 في القيود فكافأه الواثق ب75 ألف دينار وقلده سيفا وخلع عليه 4- ثورة في قلب بغداد وفي هذه الأثناء كانت بغداد تشهد تمردا آخر قاده أحمد بن نصر بن مالك بن الهيثم وهو حفيد مالك بن الهيثم أحد النقباء الاثني عشر الذين بدأوا الدعوة في خراسان وكان في مجلس النقباء وكان من أقرب الناس إلى أبي مسلم الخراساني وأبوه هو نصر بن مالك الذي كان أحد زعماء اللجان الشعبية لحماية بغداد في أثناء الانفلات الأمني في بداية ذلك القرن عند غياب المأمون عن بغداد عام 201 هجري وكان أحمد ذا شخصية قوية وكان لمكانته من الدولة وتاريخ أبيه وجده أكثر جرأة على مهاجمة القول بخلق القرآن بل والتعريض بالقليفة ذاته وذلك أنه كان صديقا لكبار المحدثين في وقته كيحيى بن معين وأحمد بن حنبل والدورقي وغيرهم وكان هو من أهل العلم والدين والخير وكانت له وجاهة ورياسة واعتداد بنفسه وكان الواثق لتأثره بالمأمون أشد الخلفاء في الدعوة إلى القول بخلق القرآن والإلزام به وقد رأى من يجتمعون على أحمد بن نصر أنه خير من يمكن أن يقود الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما له من وجاهة ولما لآبائه من تاريخ وإنجازات في الدولة العباسية فقام أحمد يدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكان على رأس ما ينهى عنه القول بخلق القرآن فاجتمع عليه جماعة الألوف من أهل بغداد فتكونت نواتو تنظيما سري أدى البيعة لأحمد بن نصر في شعبان 231 هجري على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخروج على السلطان لبدعته ودعوته إلى القول بخلق القرآن ولما هو عليه وأمرائه وحاشيته من المعاصي والفواحش وغيرها غير أن خطأ خطيرا في توقيت الخروج والثورة من رجلين من أتباع أحمد أدى إلى انكشاف الأمر كله فقبض نائب بغداد على زعماء الحركة وأهم أتباع أحمد بن نصر وأرسل بهم إلى الخليفة في سامراء في آخر شعبان 231 هجري فانتهت هذه الحركة قبل أن تبدأ وسيأتي بنا ما صار إليه أمر أحمد بن نصر بعد قليل على أن حركة أحمد بن نصر هذه تدل دلالة واضحة على قوة أعداء المعتزلة على الرغم من استمرار ثلاثة خلفاء على نشرها فلا تستغرب سهولة ضربها أي المعتزلة سياسيا في عصر المتوكل 5- تمرد في اليمامة بعدما انتهت ثورة بني سليم وأقر بغا أمر الأعراب في الجزيرة اندلع تمرد آخر في بني نمير أو نمير بعدها بعام وليف عام 232 هجري في اليمامة شرق الجزيرة العربية وكان بغا الكبير ما زال في أرض الحجاز فوجهه الواثق لحربهم فعرض عليهم الأمانة والتسليم فرفضوا ولم يزل يواصلوا إرسال الرسل إليهم حتى قتلوا آخرهم وجرحوا رفيقه فقاتلهم فلقي منهم عناء شديدة وهزم في أكثر من جولة ثم شاء الله له فهزمهم ثم قاتل بعدهم بني تميم فهزمهم أيضا في الخامس عشر من جماد الآخرة 223 هجري ثم عاد إلى بغداد ومعه زعماء التمرد مأسورين تمكن الدولة الطاهرية قامت الدولة الطاهرية بدورها خير قيام إذ حملت عبء مواجهة التمردات على الخلافة كتمرد بابك الخرمي في 202 هجري والمازيار بن قارن في 218 هجري ومحمد بن القاسم العلوي في 219 هجري في الطالقان والخوارج في خراسان فإما قضوا عليها جزئيا أو كليا واكتشف الطاهريون مؤامرة الأفشين ضد المعتصم فكان هذا عملا كبيرا جليلا وحمل الطاهريون عبء إقرار المشرق ولم يكن هذا بالأمر السهل وأهم من كل ما سبق أنه لم تبدو من الطاهريين بوادر استقلال أو انفصال عن دولة الخلافة وحين توفي عبد الله بن طاهر في 11 من ربيع الأول 230 هجري كانت موارد ولايته 48 مليون درهم سنويا وهو رقم كبير يدل على حسن السياسة والإدارة وقد كان عبد الله هذا هو أفضل حكام الدولة الطاهرية فقد أزال فتن الخوارج في خراسان ولم يتهاون مع حكام الأقاليم الذين ظلموا الرعية وجمع الفقهاء من العراق وخراسان وأمرهم بوضع كتاب عن الأرض وملكيتها وأساليب الري واستخدام الماء وألزم أهل دولته باتباع ما جاء في الكتاب وكان الطاهريون يشرفون على بلاد ما وراء النهر التي تعد إحدى ولاياتهم وعهدوا بها إلى السامانيين حتى كان عهد الواثق الذي فصل إقليما ما وراء النهر عن سلطة الطاهريين في خراسان وجعل ولاياتهم على المستوى ذاته تابعة للخلافة مباشرة وتتعدد التفسيرات في هذا إما لرفع شأن السامانيين وقد أبدوهم أيضا كفاءة في إدارة هذه المناطق أو رفعا للعبئ عن الطاهريين الذين بدأ حالهم في التراجع في ذلك الوقت ظلت اللولة الطاهرية نصف قرن في خراسان حكم فيها ستة هم طاهر بن الحسين ثم ابناه طلحة بن طاهر وعبد الله بن طاهر ثم طاهر بن عبد الله بن طاهر ثم ابنه محمد بن طاهر ثم ابنه طاهر بن محمد حتى زالت على يد الدولة الصفارية كما سيأتي معنا فيما بعد العلاقة مع الروم مات توفيل بن ميخائيل في 227 هجري وكان ابنه ميخائيل صغيرا فحكمت أمه تيودورا فجر اتفاق بين المسلمين والروم لتبادل الأسرة وكان عدد الأسرة المسلمين 4362 أسيرا بينهم 800 من النساء والأطفال و100 من أهل الذمة بينما كان عدد أسر الروم مختلفا فيه بين المصادر ففيما تشير روايات الطبري أنهم كانوا أقل كثيرا تذكر روايات أخرى أن عددهم كان أكبر من أسر المسلمين بكثير وهذا الخلاف راجع إلى أن سفارة الروم ذكرت عددا أكبر لأسر المسلمين ثم اتضح فيما بعد أنهم أقل من هذا ولذلك سعى الواثق إلى شراء الرقيق الروم من كل المملكة ليساوي بهم أسر المسلمين ولما لم يكتمل العدد أفرج عما في قصره من الرقيق حتى النساء والعجائز وما إلى ذلك ثم اتضح في لحظة الفداء أن عدد الروم عند المسلمين أكبر من عدد المسلمين عند الروم وقد تولى هذه العملية الأمير التركي خاقان الخادم في المحرم 231 هجري فنصب جسران عند نهر قريب من ترسوس فإذا أرسل الروم مسلما أو مسلمة في جسرهم فانتهى إلى المسلمين كبر وكبر المسلمون ثم يرسل المسلمون أسيرا من الروم على جسرهم فإذا انتهى إليهم تكلم بكلام يشبه التكبير أيضا ولم يزالوا كذلك مدة أربعة أيام بدل كل نفس نفس ثم بقي مع خاقان جماعة من الروم الأسارة فأطلقهم للروم حتى يكون له الفضل عليهم وقد وقع لأسر المسلمين محنة لم يتوقعوها في أثناء هذه المبادلة سنأتي لها بعد قليل ووقعت أيضا غزوة بحرية في 230 هجري قادها إبراهيم بن هاشم في بحر البصرة فبلغ أداني بلاد سرشب وبعض قراها وأصاب سبيا لكن المأساة التي تمت في عهد المنصور تكررت مرة أخرى فقد أصيبت مراكب المتطوعين في 231 هجري في بحر البصرة بين جنابا وسينين وأصيب عدد منهم على خطى المأمون بل أسوأ وسار الواثق على خطى عمه المأمون في مسألتين تقريب العلويين والاعتزال فأما تقريب العلويين فيلخصه قول القاضي يحيى بن أكثم ما أحسن أحد من خلفاء بن العباس إلى آل أبي طالب ما أحسن إليهم الواثق ما مات وفيهم فقير وكان الواثق كأبيه المعتصم وعمه المأمون يحب الاعتزال ويبغض ما يسميه التقليد وأهله لذا امتحن الناس في القول بخلق القرآن وأرسل إلى القضاة في الأنصار ليمتحنوا الناس وأمرهم أن لا يقبلوا شهادة إلا من رجل قال بالتوحيد وحبس بهذه التهمة خلق كثير ولا أوضح على هذا من واقعتين لهما دلالتهم القوية موقفه من أحمد بن نصر الخزاعي وجريمته المسمات امتحان الأسرى واحد مقتل أحمد بن نصر الخزاعي استدعى الواثق أحمد بن نصر إلى مجلسه وحضر عنده القاضي أحمد بن أبي داود المعتزري فحضر أحمد موقنا بنهايته فأتى مستعدا للقتل غير أن الواثق لم يحقق معه في التمرد الذي قاده بل امتحنه في مسألة خلق القرآن فثبت أحمد بن نصر الخزاعي وظل ينافح عن القرآن وعن السنة ويخاطب الخليفة بما يعلم أنه يكرهه فحكم جلساء الخليفة ممن على مذهبه بكفره واستحلال دمه فقام الواثق إليه فقتله بنفسه في الثامن والعشرين من شعبان مائتين وواحد وثلاثين هجري وهو يظن أنه يبلغ أجرا عند الله بهذا ثم قطع رأسه فعلقه في الجانب الشرقي من بغداد فترة ثم في جانب الغربي وعليه حرس مخافة أن ينزله الناس ويكرمونه وعلق في أذن الرأس رقعة مكتوب عليها هذا رأس الكافر المشرك الضال أحمد بن نصر الخزاعي ممن قتل على يدي عبد الله هارون الإمام الواثق بالله أمير المؤمنين بعد أن أقام عليه الحجة في خلق القرآن ونفي التشبيه وعرض عليه التوبة ومكنه من الرجوع إلى الحق فأبى إلا المعاندة والتصريح فالحمد لله الذي عجله إلى ناره وأليم عقابه بالكفر فاستحل بذلك أمير المؤمنين دمه ولعنه وظل هذا الموضع معروفا في بغداد باسم رأس أحمد بن نصر وسجن الواثق أصحاب أحمد بن نصر وسموا الظلمة ومنع عنهم الزيارة وقيدهم داخل السجن وأسوأ من هذا أنه منع عنهم الأرزاق التي تعطى للمساجين وكان مقتل أحمد بن نصر خبرا حزينا على العلماء وعلى عامة أهل بغداد فلقد كان أحمد نفسه من العلماء الأكابر وقد تتلمث على يد الأجلاء كالإمام مالك وسفيان بن عيينة وحمد بن زيد كما نقل عنه جمع من الأكابر أيضا كيحيى بن معين أو ابن معين الذي قال فيه ختم الله له بالشهادة وأحمد بن حنبل الذي قال عنه ما كان أسخاه بنفسه لله إن قتل الواثق لأحمد بن نصر بتهمة القول بخلق القرآن لا بقيادة تمرد ضد الخليفة لهو أكبر دليلا على عظم هذه المسألة في ذهن الواثق وتمسكه بها وليس الأمر كما ظن البعض من أنها كانت عقوبة على التمرد ألبست ثوبا دينيا فذلك ما يرده الأمر الثاني من سلوك الواثق خطى المأمون اثنان امتحان الأسرة فحين قدم خاقان الخاذم من بلاد الروم بعد أن تم تبادل الأسرة بينه وبين الروم كان في صحبته مجموعة من أعيان البلاد المتاخمة للحدود مع الروم فأمر الواثق بامتحانهم بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة فأجاب إلى القول بذلك إلا أربعة منهم فأمر الواثق بقتلهم ثم أمر أيضا بامتحان الأسرة المسلمين الذين تم تحريرهم في المسائل نفسها فمن أجاب إلى القول بهذا يتم استبداله ومن رفض يترك في أيدي الروم أسيرا ولا يستبدل وهذه بضعة صلعاء شنعاء عمياء صماء لا مستند لها من كتاب ولا سنة ولا عقل صحيح بل الكتاب والسنة والعقل الصحيح بخلافها بل هذه إحدى الجرائم البشعة التي لم تحدث من قبل وهي دليل على أن فساد العقول يفضي إلى فساد الأخلاق وضياع المرؤة وهي وحدها كافية لتكون عارا خالدا للواثق وهو بهذا أسوأ من المأمون وأشد في تلك الأمور حتى أصبح الاعتزال رمز المواطنة الكاملة وكان هذا سببا في صخط الناس عليه فهو قد شغل نفسه بمحنة الناس في الدين فأفسد قلوبهم وأوجدهم السبيل إلى الطعن عليه وكان وزيره المعتزلي أحمد بن أبي داود معه مثل ما كان مع عمه وأبيه وهو نموذج لمن استعمل نفوذه وقربه من السلطان في تصفية معارضه وكانت خاتمته عبرة كما سيأتي غير أن الواثق تغير رأيه في آخر أيامه فروي أنه حين مات كان قد تاب من القول بخلق القرآن وسبب هذا فيما كما حكاه ابنه محمد المهتدي بالله أن شيخا دخل يوما على الواثق فسلم فلم يرد عليه الواثق بل قال لا سلم الله عليك فقال يا أمير المؤمنين بئس ما أدبك معلمك قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها سورة النساء 86 فلا حييتني بأحسن منها ولا رددتها فقال ابن أبي داود يا أمير المؤمنين الرجل متكلم فقال الواثق لابن أبي داود ناظره فقال ابن أبي داود ما تقول يا شيخ في القرآن أمخلوق هو فقال الشيخ لم تنصفني المسألة لي فقال ابن أبي داود قل فقال الشيخ هذا الذي تقوله علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو ما علموه فقال ابن أبي داود لم يعلموه فقال فأنت علمت ما لم يعلموا فخجل وسكت ثم قال أقلني بل علموه فقال فلما لا دعوا الناس إليه كما دعوتهم أنت أما يسعك ما واسعهم فخجل وسكت فأعجب الواثق به وأمر له بأربعمائة دينار فلم يقبلها الشيخ ثم دخل منزله فاستلقى على ظهره وجعل يكرر قول الشيخ أنا وسعك ما واسعهم وسقط من عينيه ابن أبي داود ولم يمتحن بعد ذلك أحدا في هذه الأمور وقفة مع الواثق في الرابع والعشرين من ذي الحجة مائتين واثنين وثلاثين هجري توفي الواثق وهو ما زال في السادسة والثلاثين من عمره بعد خلافة قصيرة لم تكمل السنوات الست خمس سنين وتسعة أشهر وقد رفض الواثق أن يعهد لأحد من بعده لا ندري هل هذا ورع أم أنه طول أمل لكن ورد عنه قوله لا يراني الله أتقلدها حيا وميتا كان عصر الواثق عصر هدوء نسبي وكان متفقدا لرعيته يحسن إلى الناس وقد فرق في أهل الحرمين أموالا لا تحصى حتى أنه لم يوجد في أيامه بالحرمين سائل وقد أعطى المال لأهل فرغانة لسد بثق وحفر نهر هناك وشجعت تجارة فأمر في 232 هجر بترك جباية أعشار سفر البحر لتنشيط الحركة التجارية في الجنوب مع الهند والصين ولهذا كانت حياة الناس ميسورة في عهده وفي هذا قال الشاعر علي بن الجهم قد عم بالإحسان في فضله فالناس في خفض وفي ليني ما أكثر الداعي له بالبقى وأكثر التالي بآميني وروي أن الواثق دخل عليه يوما مؤدبه فأكرمه إكراما كثيرا فقيل له في ذلك فقال هذا أول من فتق لساني بالذكر الله وأدناني برحمة الله ومن شعره قوله هي المقادير تجري في أعنتها فاصبر فليس لها صبر على حالي ومن شعر الواثق قوله تنحى عن القبيح ولا ترده ومن أوليته حسنا فزده ستكفى من عدوك كل كيد إذا كاد العدو ولم تكده ولما احتضر جعل يردد هذين البيتين الموت فيه جمع الخلق مشترك لا سوقة منهم يبقى ولا ملك ما ضر أهل قليل في تفاقرهم وليس يغني عن الأملاك ما مالك وبينما يصفه البعض بأنه ذو شخصية كبيرة وكان حاكما ممتازا كريما صبورا يراه آخرون نكرة في السياسة والإدارة ويؤيد القول الثاني ما ورد من شعر دعبل بن علي الذي كتب عند تولي الواثق الحمد لله لا صبر ولا جلد ولا عزاء إذا أهل الهوى رقدوا خليفة مات لم يحزن له أحد وآخر قام لم يفرح به أحد فمر هذا ومر الشؤم يتبعه وقام هذا فقام الويل والنكد ويجمع بين هذين الرأيين المتناقضين قول بعض المؤرخين بأنه أقل الخلفاء في وضوح الشخصية المتوكل على الله كان أسمر حسن العينين نحيف الجسم خفيف العارضين أقرب إلى القصر وكان عهد المتوكل كأنه رد فعل على الخلفاء الذين سبقوه لا سيما المأمون والمعتصم والواثق وقد كان رد فعل متطرفا في الاتجاه الآخر وسنرى كيف أن مواقفه من كل القضايا تقريبا كانت على النقيض تماما وكما سبق ذكره في منهج الكتاب فسنستعرض تاريخ المتوكل على الله حسب الموضوعات التي هي أقرب للانسجام التاريخي في الفترات المستقرة من تاريخ الخلفاء كما كانت حال الخليفة المتوكل المتوكل والأتراك كان نفوذ الجند الأتراك قد ازداد جدا حتى أصبحوا الآمر الناهي في شؤون الدولة مهما كبرت حتى مسألة الخلافة كان أمرها بيدهم وحين مات الواثق كانت رغبة الأتراك في تولية ابنه محمد غير أن سنه الصغيرة وقفت حائلا دون تنفيذ مرادهم ولعلهم خشوا أن يثير هذا عمة العرب وأهل البلاد إذ سيصير واضحا أن الخلافة في أيديهم فعليا فربما تهيبوا من هذا الموقف وتداعياته ومن ثم الذهبوا بالخلافة إلى جعفر المتوكل الذي كان في السادسة والعشرين من عمره مؤملين أن يكون الأمر فعليا بيدهم في وجود واجهة مقبولة وكان أول ما فعله المتوكل أن أمر بإعطاء الشاكرية من الجند راتب ثمانية شهور بينما أعطى للأتراك أربعة أشهر وللمغاربة ثلاثة أشهر فيما يبدو أنها محاولة لتقريب عنصر غير الأتراك إليه وعلى عكس ما فعل الواثق من ترك أمر ولاية العهد أو ربما تعلما من الدرس فما هي إلا شهور حتى ول المتوكل ابنه محمد المنتصر الحجازة واليمن وعقد له على ذلك كله في رمضان 233 هجري في خطوة بدت تحاول ترسيخ سلطان العرب ففي ذلك الوقت كان محمد يبلغ من العمر عشر سنوات فقط فكأن المتوكل أراد منذ البداية حصار النفوذ غير العربي في الخلافة وفي العام التالي 234 هجري وفي ذات ليلة سمر وخمر صدرت عن المتوكل إساءات للحاجب التركي إيتاخ الذي هو أقوى رجال الدولة وأكثرهم حرسا ونفوذا فهم إيتاخ أن يقتل الخليفة ثم اعتذر إليه المتوكل مذكرا إياه أنه منه في مقام الأب من ابنه والمربي من ربيبه غير أن هذا الاعتذار ما كان يكفي لطمأنة الخليفة فأوحى إلى أحد أتباعه أن يقنع إيتاخ بالذهاب إلى الحج هذا العام حتى اقتنع وبهذا أبعده المتوكل عن حاضرة الخلافة وقتا جيدا ولمزيدا من إخفاء ما يدبره له بالغ في إكرامه وجعله الوالي على كل بلدة ينزل بها وأمر الولاة الذين يمر بهم إيتاخ بتعظيمه وإكرامه وخرج إلى الحج في موكب عظيم وتولى الحجابة في الثامن عشر منذ القعدة 234 هجري القائد التركي وصيف بدلا منه وما كاد يعود إيتاخ إلى سام الراء حتى استقبلته هدايا الخليفة في الطريق إليها ثم وصلته رسالة من إسحاق بن إبراهيم نائب بغداد أن الخليفة رأى أن يأتي إلى بغداد أولا لكي يستقبله وجوه الهاشميين فما إن دخل إلى بغداد حتى قبض عليه إسحاق بن إبراهيم فحبسه ثم قتل داخل سجنه في الخامس من جماد الآخرة 235 هجري وقد علق الطبري بعبارة تدل على نفوذ إيتاخ الواسع لو لم يأخذ ببغداد ما قدر على أخذه ولو دخل إلى سام الراء فأراد بأصحابه قتلى جميع من خالفه أمكنه ذلك وفي آخر هذا العام وتحديدا في السابع والعشرين من ذي الحجة 235 هجري أخذ المتوكل العهد من بعده لأولاده الثلاثة وهم محمد المنتصر بالله ثم محمد أو الزبير المعتز المعتز بالله ثم إبراهيم وأعطاه لقب المؤيد بالله وجعل لكل منهم الإشراف على البلاد التي تقع تحت سلطة الخلافة فالمنتصر بالله كان له الإشراف على مصر والشمال الأفريقي وثغور الشام والعراق وبلاد اليمن والحجاز والعراق وفارس والمعتز بالله كان له الإشراف على خراسان وما والاها وأرمينيا والري وأذربيجان وأما المؤيد بالله فكان له الإشراف على الجيوش في دمشق وحمص والأردن وفلسطين فكان الواحد منهم يستنيب الولاة في حكم هذه البلاد ويرجعون إليه وكانت تضرب السكة العملة في البلاد باسم متولي عليها من أبناء الخليفة وفي مثل هذه الخطوة محاولة حصار مبكر لنفوذ الأتراك في السلطان على البلاد وكان من أهم وأخطر ما قام به المتوكل للخروج بالخلافة من نفوذ الأتراك هو محاولته تغيير عاصمة الخلافة وقد بدأ هذا بعد شهور قليلة من توليه حين استقر في المدائن في جماد الأولى 233 هجري غير أن الأمر لم يكتمل فكرره مرة أخرى بعدها بعشر سنين حين اتخذ القرار الأجر بنقل عاصمة الخلافة إلى دمشق في ذي القعدة 243 هجري معقل العرب وحاضرة الخلافة الأموية السابقة وقد وصلها في صفر 244 هجري في موكب عظيم فخم وبدأ في نقل الدواوين الوزارات وبناء القصور له ولحاشيته غير أن جو دمشق لم يلائمه فهي أكثر برودة من بغداد وأكثر أمطارا وثلوجا ثم إن وجوده المفاجئة فيها هو وحاشيته الكبيرة سبب أزمة اقتصادية في دمشق زاد من تفاقمها شح الغذاء بسبب انقطاع الطرق لما نزل بها من الأمطار والثلوج فكان طبيعيا والحال هذه أن يراها غير مناسبة لمقام الخلافة فعاد إلى سام الراء بعد إقامته بدمشق شهرين وعشرة أيام وعاد الفرح لأهل العراق بعد أن أصابهم خبر انتقال حاضرة الخلافة من بلادهم بحزن شديد المتوكل ورجال الدولة ولم يكمل المتوكل شهرين في الخلافة حتى بدأ في حركة تطهير لرجال الدولة وكان أول من بدأ به الوزير محمد بن عبد الملك الزيات حيث قبض عليه في السابع من صفر 233 هجري وهو الوزير الذي كان الواثق قد نوى إبعاده لولا أنه لم يجد له بديلا في ذات كفاءته ويبدو أن ذلك الوزير استمر على غروره واعتداده بنفسه ولم يتعظ مما حدث له حين عاد الواثق من قبل فكان أنكرر السيرة ذاتها بين الواثق والمتوكل ولم تكن العلاقة جيدة بين الواثق والمتوكل في أمور كثيرة فكان ابن الزيات يحرض الواثق على المتوكل ويزيد من غضبه عليه ثم كانت القاصمة حين مات الواثق فسعى ابن الزيات في خلافة محمد بن الواثق وفي جمع الأمراء عليها وكل هذا أمام المتوكل الذي كان موجودا في دار الخلافة فلم يعامله ابن الزيات إلا بالإهمال والاستخفاف لكن المتوكل مكث شهرين إلا قليلا وهو يحتفظ بالوزير ابن الزيات قريبا منه ومستشارا له فلعل ابن الزيات قد ظن بأنه مهما فعل في الأمراء فإنهم لا غنى لهم عنه حين يصيرون خلفاء لكن ظنه قد خاب هذه المرة قبض المتوكل على ابن الزيات وصادر أمواله وأملاكه التي بلغت تسعين ألف دينار وأنزل به العذاب في السجن فكان يحرم من النوم ومن الكلام ومن الجلوس بل أجبره على الوقوف ثم ألقي به في النار فمات حرقا في الحادي عشر من ربيع الأول 233 هجري وكان قد دعا على نفسه بالموت حرقا كما سيأتي ذلك بعد قليل ثم استكمل المتوكل في 233 هجري حركة التطهير في رجال الدولة فأعاد الحركة ذاتها التي نفذها الواثق من قبل فصادر أموال عمال الدواوين وكبار رجال الدولة الذين ثبت عليهم الرشاوي والفساد والاستكثار من الأموال فصادر أموالهم وعزلهم من وظائفهم ولن نستبعد من قراءة تاريخ المتوكل أن يكون من أهم أهداف هذه الحركة إبعاد ذوي الولاء للواثق والمعتصم والمأمون الذين يعد عصر المتوكل انقلابا كاملا على سياستهم ثم لم يمضي شهران على مقتل ابن الزيات وبالتحديد في جماد الآخرة 233 هجري حتى استجيبت دعوة أحمد بن أبي داود على نفسه فأصيب بالفالج وهو زعيم المحنة التي نزلت بالعلماء والناس في فتنة خلق القرآن فمكث على هذه الحال أربع سنوات ثم ازداد الحال سوءا حين تنكر له المتوكل فعزله عن القضاء وأتى مكانه بواحد من آئمة السنة وهو يحيى ابن أكثم في العشرين من صفر 237 هجري ثم أمر في الشهر التالي ربيع الأول 237 هجري بمصادرة أموال ابن أبي داود التي بلغت 140 ألف دينار أموال وجواهر و16 مليون درهم أملاكا وضيع وحبس ابنه محمد في الثالث من ربيع الآخر 237 هجري ثم نفى بقية أهله من سام الراء إلى بغداد في السابع من شعبان 237 هجري ومكث على هذه الحال ثلاث سنوات أخرى حتى مات في الثالث والعشرين من المحرم 240 هجري وقد رأى في حياته موت ابنه في العشرين من المحرم 240 هجري فكانت نهايته بعد حياته عبرة وعظة فعظة في الذل بعد العزة وفي المرض بعد الصحة وفي تنكر السلطة بعد النفوذ فيها وفي إهانة الخلفاء بعد الاستحواذ عليهم وفي تذوق الجزاء من جنس العمل ولعل كل من استعان بالسلطة والنفوذ لإجبار الناس على رأيه أن يعتبر بحيات ابن أبي داؤود وقد ذهبت هذه السيئة بما له من حسنات ومكارم قال الصولي لم يكن بعد البرامكة أكرم منه ولولا ما وضع من نفسه من محبة المحنة لا اجتمعت عليه الإنس وقد أورد الخطيب البغدادي في ترجمته حكايات عن كرمه وفصاحته وأدبه وحلمه ومبادرته إلى قضاء الحاجات وممن أصابه غضب المتوكل من رجال الدولة الكبار الطبيب النصراني الشهير بختي شوع فنفاه إلى البحرين وصادر أمواله في 243 هجري وقد كان بختي شوع قد بلغ في الدولة مكانة عظيمة وأما تفسير ما وقع بابن الزياد وأبن أبي دؤاد فذلك حينما دخل عبد العزيز بن يحيى الكتاني على المتوكل فقال يا أمير المؤمنين ما رأيت أعجب من الواثق قتل أحمد بن نصر الخزاعي وكان لسانه يقرأ القرآن إلى أندفن فوجل المتوكل من كلامه وساءه ما سمع في أخيه الواثق وأراد أن يطمئن إلى هذا فلما دخل عليه الوزير محمد بن عبد الملك الزياد قال المتوكل في قلبي شيء من قتل أحمد بن نصر فقال ابن الزياد يا أمير المؤمنين أحرقني الله بالنار إن قتله أمير المؤمنين الواثق إلا كافرا ثم دخل عليه هرثم فسأله المتوكل فقال قطعني الله إربا إربا إن قتله إلا كافرا ثم دخل عليه ابن أبي دؤاد فسأله المتوكل فقال ضربني الله بالفالج إن قتله الواثق إلا كافرا وبعد هذه الواقعة بشهور قال المتوكل فأما ابن الزيات فأنا أحرقته بالنار وأما هرثم فإنه هرب فاشتاز بقبيلة خزعة فعرفه رجل من الحي فقال يا معشر خزعة هذا الذي قتل ابن عمكم أحمد بن نصر فقطعوه إربا إربا وأما ابن أبي دؤاد فقد سجنه الله في جلده يعني بالفالج ضربه الله له قبل موته بأربع سنين المتوكل وعلم الكلام ذكرنا ما فعله المتوكل بابن أبي دؤاد بعدما تنكر له في عام 237 هجري ثم بدأ المتوكل في تصحيح المسيرة ففي يوم عيد الفطر 237 هجري أمر بإنزال جثة أحمد بن نصر الخزاعي التي لم تزل مصلوبة وأن تسلم جثته ورأسه إلى أهله فكان خبرا سعيدا طار له أهل بغداد فرحا وشيعت جنازته فكانت حاشدة هادرة بل بالغ الناس في التمسح بالنعش وبالجذع الذي صلب عليه حتى أمر المتوكل نائب بغداد برضعهم عن مثل هذا التقديس ثم أصدر المتوكل قراره إلى كل بلاد الخلافة بالمنع من ممارسة علم الكلام والكف عن القول بخلق القرآن والانشغال بتدريس العلوم الشرعية دون الفلسفة وتهدد من مارس علم الكلام بالسجن مدى الحياة ثم كرم الإمام أحمد بن حنبل فاستدعاه إليه في سامراء وأمر له بجائزة غير أن الإمام أحمد لم يقبلها فأمر له بكسوة من ملابسه فقبلها على استحياء منه وظل المتوكل مستضيفا أحمد بن حنبل إلى جواره في سامراء ويستشيره في تعيين القضاة والولايات وينفذ مشورته وكان يرسل إليه من طعامه الخاص يوميا على أن أحمد كان يتجنب الأكل من طعامه ورعا وحرصا حتى كاد أن يموت من الجوع لولا أن عاد إلى بغداد سريعا كما كرم غيره من علماء أهل السنة مثل الزبير بن بكار إذ عينه مؤدبا لولده ثم عينه على قضاء مكة وكان غالب قضاة المتوكل على مذهب مالك وهو مذهب أهل المدينة السني وترك المتوكل إسناد أي أعمال للمعتزلة ومنذ تلك الأيام عادت الأيام سيرتها فارتفع أهل السنة ومذهبهم وذهبت أيام المعتزلة المتوكل وأهل الذمة وجريا على سياسة رد الفعل المتطرف في الاتجاه الآخر كانت سياسة المتوكل مع أهل الذمة ونحتاج في هذا الباب أن نرجع إلى الوراء قليلا لننظر في مقدمات هذا الموضوع لقد عاش أهل الذمة من غير المسلمين عصرهم الذهبية من التسامح في ظل الدولة الإسلامية وقد اعتمدت الدولة الإسلامية عليهم في الكثير من الأعمال الإدارية وتمتعوا بحريتهم الدينية وبناء الكنائس والبيع والأديرة وكان الزعماء الدينيون لليهودي والنصارى والمجوس هم ممثلي طوائفهم في قصر الخلافة وقد كان الأعلام من أهل الذمة من جلساء الخليفة وخاصته فجارجيس بن بختيشوع الطبيب كان يجالس المنصور ويسامره بل إنه حين مرضى كان المنصور يطمئن عليه يوميا وتمنى أن لو يسلم فعرض عليه الإسلام فأبا جارجيس وقد تجاوز الأمر كونهم يتمتعون بحريتهم إلى ما هو فوق ذلك فقد وقعت منهم كثير من المظالم على المسلمين من خلال مناصبهم الإدارية حتى أن المسلمين لم يجدوا غير تفويض شبيب بن شيبة ليخاطب المنصور في الحج عن المظالم التي يوقعها النصارى على أصحاب الضياع والأراضي من المسلمين بحكم أعمالهم في جباية الأموال والخراج وما إلى ذلك على أن المنصور وإن كان قد قام بإجراءات وقتية لرفع هذه المظالم إلا أن بقاء نفوذ النصارى وسلطتهم ظل كما هو فتكررت شكايات أخرى من ظلمهم في عهد ابنه المهدي وسعى المسلمون إلى بعض جلساء المهدي الذي أوصل إليه الحال فأمر المهدي بمعالجة هذه المظالم وإقصاء الولاة والعمال من أهل الذمة وقد كانوا من النفوذ بحيث كان متولي بعض ضياع المهدي في البصرة نصرانيا وقد ثبت عليه ظلم الناس واستقواؤه بمنصبه حتى أهان القاضي سوار ابن عبد الله الذي أدانه واختهم عليه مجلسه في المسجد غير أن القاضي كان صارما فأدبه تأديبا بليغا ولم تعني هذه الإجراءات أن الدولة انتقلت إلى ظلمهم بل استمرت حالة التسامح كما هي بل كان للمهدي جارية نصرانية تعلق صليبا ذهبيا في صدرها وكان للنصارى على عهده كثيرا من الأديرة في بغداد وضواحيها واستمر الحال هكذا في عهد الرشيد فارتفع في عهده شأن الطبيب جبرائيل ابن بختشوع فكان من خاصة أصحابه وقد بلغ من نفس الرشيد أن قال الرشيد من كانت له حاجة إلي فليخاطب بها جبرائيل لأني أفعل كل ما يسألني فيه ويطلبه مني وكان الأطباء النصارى هم القائمين على المستشفيات التي كانت أيضا كليات للطب مثل يوحنى بن ماسويه وكذلك حركة الترجمة من السريانية وغيرها وكان النصارى في عهد الرشيد يخرجون في موكب حافل وبين أيديهم الصليب ويتقدمهم رؤساء دينهم وكان رؤساء أهل الذمة يختارون بالانتخاب ولا تتدخل الدولة في تعيينهم ويتلقون الهدايا والأموال والهبات وكانت الدولة تساعد في بناء الكنائس والأديرة وقد ساعدت زبيدة زوجة الرشيد أسقف البصرة في بناء كنائس بالبصرة بل كانت تهدي للنصاطر والكاثوليك الهدايا من الصلبان الذهبية والفضية على ما يذكر المستشرق فتال وقد ذكرنا من قبل في حديثنا عن عهد الرشيد الأزمة التي حدثت بين الرشيد وأهل الذمة في منطقة الثغور حين أعانوا الروم في هجومهم على المسلمين فأمر بهدم الكنائس في هذه المناطق لألا تكون جيوبا للعدو ونقاطا للتجسس أو للمساعدات للروم وكان عصر الأمين بحسب المستشرق فتال هو عصر ازدهار في بناء الكنائس والصوامع المسيحية كما شهد عصر المأمون إصلاحا واسعا للكنائس والمعابد حتى قدر اليهودية وبيوت النار المجوسية وقد ذكرنا سابقا وجود أهل الذمة وعلماءهم في قلب حركة النهضة العلمية والترجمة التي تمت في عصر المأمون وكان الطبيب الخاص للمعتصم سلمويه بن بنان نصرانيا وكان من خاصة المعتصم ومن أحضى الناس عنده وأقربهم إليه حتى إنه لما مات شيع المعتصم جنازته من قصر الخلافة وامتنع عن الطعام ذلك اليوم وكان أخوه إبراهيم خازن بيوت الأموال ومعه خاتم الخريفة وقد انتهت حالة أهل الذمة في المجتمع الإسلامي إلى وضع رفيع لا سيما النصارى فلم يشهد تاريخ المسلمين ما شهده تاريخ غيرهم فلم يكن يوجد في المدن الإسلامية أحياء مختصة لليهود والنصارى بحيث لا يتعدونها وإن آثر أهل كل دين أن يعيشوا متقاربين وكانت الأديرة المسيحية منتشرة في كل أجزاء بغداد حتى كادت لا تخل منها ناحية وبهذا الوضع الرفيع زادت به مظالمهم النصارى تحديدا للمسلمين وافتخروا بما لهم من تراث اليونان من علوم الطب والفلسفة وبما صاروا إليه في الدولة وبأنهم أكثروا كفاءة ومهارة وعقلا من المسلمين حتى انخدع بهذا شرائح من عوام المسلمين ما جعل الجاحظ الذي عاش في تلك الفترة يرد على هذا الوهم بلهجة حانقة تسيطر على وصفه لما صار إليها حال النصارى في الدولة الإسلامية يقول ولو علمت العوام أن النصارى والروم ليست لهم حكمة ولا بيان ولا بعد روية إلا حكمة الكف من الخرط والنجر والتصوير وحياكة البزيون لأخرجتهم من حدود الأدباء ولمحتهم من ديوان الفلاسفة والحكماء لأن كتاب المنطق والكون والفساد وكتاب العلوي وغير ذلك لأرستطاليس وليس بروميا ولا نصراني وكتاب المجسطي في الفلك لبطلموس وليس بروميا ولا نصراني وكتاب إقليدس في الهندسة لإقليدس وليس بروميا ولا نصراني وكتاب الطب لجالينوس لم يكن روميا ولا نصرانيا وكذلك كتب ديمقراط وبقراط وأفلاطون وفلان وفلان وهؤلاء ناس من أمة قد بادوا وبقيت آثار عقولهم وهم اليونانيون ودينهم غير دينهم وأدبهم غير أدبهم أولئك علماء وهؤلاء صناع أخذوا كتبهم لقرب الجوار وتداني الدار فمنها ما أضافوه إلى أنفسهم ومنها ما حولوه إلى ملتهم إلا ما كان من مشهور كتبهم ومعروف حكمهم فإنهم حين لم يقدروا على تغيير أسمائها زعموا أن اليونانيين قبيل من قبائل الروم ففخروا بأديانهم على اليهود واستطالوا بها على العرب وبذخوا بها على الهند حتى زعموا أن حكماءنا أتبعوا حكمائهم وأن فلاسفتنا اقتدوا على أمثالهم فهذا هذا ومما عظمهم في قلوب العوام وحببهم إلى الطغام أن منهم كتاب السلاطين وفراشي الملوك وأطباء الأشراف والعطارين والصيارف وإضافة إلى هذا فقد كانت حركات الزنادق الذين حاربتهم الدولة العباسية تجد لها رواجا بين النصارى وفي هذا يقول الجاحظ ودينهم يرحمك الله يضاهي الزندق ويناسب في بعض وجوهه قولة دهرية وهم من أسباب كل حيرة وشبهة والدليل على ذلك أننا لم نرى أهل ملة قط أكثر زندقة من النصارى ولا أكثر متحيرا أو مترنحا منهم وكذلك شأن كل من نظر في الأمور الغامضة بالعقول الضعيفة ألا ترى أن أكثر من قتل في الزندقة ممن كان ينتحر الإسلام ويظهره هم الذين آباؤهم وأمهاتهم نصارى؟ على أنك لو عددت اليوم أهل الظنة ومواضع التهمة لم تجد أكثرهم إلا كذلك ويجمل الجاحظ ما وصل إليه النصارى في تلك الفترة في قوله اتخذوا البراذين الشهرية والخيل العتاق واتخذوا الجوقات وضربوا بالصوالجة وتحذفوا المديني ولبسوا الملحمة والمطبقة واتخذوا الشاكرية وتسموا بالحسن والحسين والعباس وفضل وعلي واكتنوا بذلك أجمع ولم يبق إلا أن يتسموا بمحمد ويكتنوا بأبي القاسم فرغب إليهم المسلمون وترك كثير منهم عقد الزنانير وعقدها آخرون دون ثيابهم وامتنع كثير من كبرائهم من إعطاء الجزية وأنفوا مع أقدارهم من دفعها وسبوا من سبهم وضربوا من ضربهم وما لهم لا يفعلون ذلك وأكثر منه وقضاتنا أو عمتهم يرون أن دمج إثليق والمطران والأسقف وفاء بدم جعفر وعلي والعباس وحمزة ويرون أن النصراني إذا قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم بالغواية أنه ليس عليه إلا التعزير والتأذيب ثم يحتجون أنهم إنما قالوا ذلك لأن أم النبي لم تكن مسلمة فسبحان الله العظيم ما أعجب هذا القول وأبين انتشاره وهم إذا قذفوا أم النبي عليه السلام بالفاحشة لم يكن له عند أمته إلا التعزير والتأذيب وزعموا أن افتراءهم على النبي ليس بنكث للعهد ولا بنقض للعقد أو ما ينبغي للجاهل أن يعلم أن الأئمة الراشدين والسلف المتقدمين لم يشترطوا عند أخذ الجزية وعقد الذمة عدم الإفتراء على النبي وأمته إلا لأن ذلك عندهم أعظم في العيون وأجل في الصدور من أن يحتاجوا إلى تخليده في الكتب وإلى إظهار ذكره بالشرط وإلى تثبيته بالبينات بل لو فعلوا ذلك لكان فيه الوهن عليهم والمطمعة فيهم ولظنوا أنهم في القدر الذي يحتاجون فيه إلى هذا وشبهه وإنما يتواثق الناس في شروطهم ويفسرون في عهودهم ما يمكن فيه الشبهة أو يقع فيه الغلط أو يغبى عنه الحاكم وينساه الشاهد ويتعلق به الخصم فأما الواضح الجلي والظاهر الذي لا يخيل فما وجه اشتراطه والتشاغل بذكره وقد اضطرجنا للإطالة في هذا السياق لكي يفهم الإجراء الذي اتخذه المتوكل ضد أهل الذمة في سياقه وهذا هو الإنصاف العلمي الذي ينبغي أن توضع فيه القضية لا حبا في المتوكل وهو الخليفة المسلم ولا كرها في أهل الذمة وإنما هو ما أمرنا به الله حين قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله سورة المائدة ثمانية على أننا بعد هذا لا نرى فيما فعله المتوكل إلا تجاوزا في الجهة الأخرى ولا نقر به ولا نقبله أمر المتوكل في 235 هجري أهل الذمة بلبس الطيالسة العسلية والزنانير وركوب السروج بركوب الخشب وبتصير كرتين على مؤخر السروج وبتصير زرين على قلانسة من لبس منهم قلنسوة مخالفة لون القلنسوة التي يلبسها المسلمون وبتصير رقعتين على ما ظهر من لباس ممالكهم مخالف لونهما لون الثوب الظاهر الذي عليه وأن تكون إحدى الرقعتين بين يديه عند صدره والأخرى منها خلف ظهره وتكون كل واحدة من الرقعتين قدر أربع أصابع ولونهما عسلياً ومن لبس منهم عمامةً فكذلك يكون لونها لون العسلي ومن خرج من نسائهم فبرزت فلا تبرز إلا في إزار عسلي وأمر بأخذ ممالكهم بلبس الزنانير وبمنعهم لبس المناطق وأمر بهدم بيعهم المحدثة وبأخذ العشر من منازلهم وإذا كان الموضع واسعاً صير مسجداً وإذا كان لا يصلح أن يكون مسجداً صير فضاءاً وأمر أن يجعل على أبواب دورهم صور شياطين من خشب مسمورة تفريقاً بين منازلهم وبين منازل المسلمين ونهاء أن يستعان بهم في الدواوين وأعمال السلطان التي يجري أحكامهم فيها على المسلمين ونهاء أن يتعلم أولادهم في كتاتيب المسلمين ولا يعلمهم مسلم ونهاء أن يظهروا في شعانينهم صليباً وأن يشمعلوا في الطريق وأمر بتسوية قبورهم مع الأرض لألا تشبه قبور المسلمين وعاد بعد أربع سنوات أخرى شهدت خفوت تطبيق تلك القرارات فأعاد في المحرم 239 هجري وزاد في التجديد على أهل الثمة في أمر اللباس وهدم الكنائس التي بنيت في خلال الإسلام ومنعهم من ركوب الخيل والبرازين واختصر على ركوبهم الحميرة والبغالة فقط المتوكل والعلويون عاش العلويون أفضل أيامهم في عهد المأمون ثم وصل المأمون المعتصم بهم فأكرمهم ثم بلغوا أطيب حالهم في عهد الواثق الذي لم يمت وفيهم واحد فقير فكان عهد المتوكل هو الانقلاب على ما سبقه قال الذهبي وكان المتوكل فيه نصب وانحراف وبدأ هذا الانقلاب بعد عامين من خلافة المتوكل في 235 هجري حين تمرد يحيى بن عمر بن زيد بن علي بن الحسين على المتوكل واتبعه قوم من الشيعة فقبض عليه وأمر بضربه وحبسه وفي العام التالي 236 هجري أمر المتوكل بهدم قبر الحسين بن علي بن أبي طالب وما حوله من المنازل وأعلن أن من وجد بعد ثلاثة أيام فسيسجن فهجر الناس ذلك الموضع واتخذه المتوكل أرضا للزراعة والحرث لكي ينتهي الأمر تماما ولا يعاد بنائه وقد أثر هذا الحادث في وجدان المسلمين جميعا حتى قال الشاعر ابن بسام تالله إن كانت أمية قد أتت قتل ابن بنت نبيها مظلومة فلقد أتاه بن أبيه بمثله هذا لعمرك قبره مهدومة أسف على أن لا يكون شارك في قتله فتتبعه رميما وكان المتوكل يتتبع الشيعة والمتشيعين مثل الشيخ بشر الجعاب الذي كان يظهر التشيع في الدينور واستطاع تكوين أتباع يأخذون عنه وقد شهد سبعة عشر رجلا عند قاضي جزء الشرقية من بغداد على رجلا من أعيان بغداد أنه يسب أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة فأمر المتوكل أن يضرب ضربا شديدا مبرحا حتى يموت ويلقى في نهر دجلة ولا يصلى عليه ويروي ابن الأثير وهو ممن فيهم ميل إلى الشيعة أن المتوكل كان يبغض من تقدمه من الخلفاء المأمون والمعتصم والواثق في محبة علي وأهل بيته وإنما كان ينادمه ويجارسه جماعة قد اشتهروا بالنصب والبغض لعليا منهم علي بن الجهم الشاعر الشامي من بني شامة بن لؤي وعمر بن فرخ الرخجي وأبو الصمط من ولد مروان بن أبي حفصة من موالي بن أمية وعبد الله بن محمد بن داود الهاشمي المعروف بابن أترجة أو أترجة وكانوا يخوفونه من العلويين ويشيرون عليه بإبعادهم والإعراض عنهم والإساءة إليهم ثم حسنوا له الوقيعة في أسلافهم الذين يعتقد الناس علو منزلتهم في الدين وهو ما يراه ابن الأثير سيئة المتوكل التي غطت على جميع حسناته وكان من أحسن الناس سيرة لقد اختلط في المتوكل دافع السياسة مع دافع المذهب فهذا أبو الحسن علي بن الهادي المعروف بأبي الحسن العسكري قيل للمتوكل أنه ينوي الخروج فأرسل بالقبض عليه من المدينة المنورة فلم يوجد في بيته شيء وصحت براءته فلم يعقبه المتوكل بشيء بل أنزله في سامراء وسدد عنه ديونه وربما كانت إقامته في سامراء بهدف الاحتياط عليه مما يجعل الأمر متعلقا بالصراع القديم العميق بين العباسيين والعلويين بأكثر منه صراعا مذهبيا بين النصب والتشيع حركة الجهاد واحد مع الروم يريد الطبري غزوة صائفة قادها علي بن يحيى الأرمني في 237 هجري دون أي تفاصيل أخرى ولهذا يمكن اعتبار بداية المواجهات بين المسلمين والروم في عهد المتوكل حين هاجم الروم سواحل الدمياط المصرية في 238 هجري بأسطول من 300 قطعة على حين غفلة من أهلها فقتل كثير من المصريين وغرق كثيرون وهم في حال الهرب أغلبهم من النساء والصبيان وأحرق الروم المسجد الكبير في المدينة وأسروا نحو من 600 امرأة غالبهن من القبطيات واستولوا على الخزائن والسلاح وكانت الغارة قوية ومفاجئة بحيث استطاعوا العودة إلى بلادهم دون أن يتحرك لهم جيش من مصر أو من الخلافة وكان من حسن حظ الروم أن جنود الدمياط كانوا في ذلك الوقت يشاركون في احتفال بالقاهرة فكانت مهمتهم أسهل وأيسر غير أن والي مصر أيضا لم يكن على مستوى المهمة وتهاون في التصدي للروم حتى أرسل الشاعر يحيى بن فضل للمعتصم يقول أترضى بأن توطأ حريمك عنوة وأن يستباح المسلمون ويحربوا فقاد علي بن يحيى الأرمني غزوة الصائفة في هذا العام 238 هجري ولا نملك أيضا تفاصيل عن هذه الصائفة وما إذا كانت ردا على ما حدث أم كانت في التوقيت ذاته على العادة المتبعة في حفظ الثقور واستنزاف الروم ثم هدأ الأمر عاما ونيفا حتى أقدمت الملكة البيزنطية تيودورا في 241 هجري على فعل خطير إذا جمعت الأسرى المسلمين لدى الروم وكانوا في ذلك الوقت 20 ألف أسير ثم خيرتهم بين الدخول في النصرانية وبين القتل فتنصر بعضهم تحت خوف السيف وثبت 13 ألف أسير فقتلت منهم 12 ألفا وأبقت نحو 900 لمفادات الأسرى بينها وبين المسلمين وكانوا 785 رجلا و125 امرأة وتم فداء الأسرى 900 في طرصوس في الثاني عشر من شوال 241 هجري ثم نفذ الروم البيزنطيون في العام نفسه 241 هجري إغارة أخرى على مدينة عين زربة التي كان بها الضبط بعدما تم إخماد ثورتهم في عهد المعتصم فأسروا الرجال والنساء والأطفال واستولوا على أموالهم ودوابهم ثم تكررت القصة مرة أخرى فبعد الفداء عاد الروم إلى إغارة أخرى في العام التالي 242 هجري على بلاد الجزيرة فانهبوا أموالا كثيرة وأسروا نحو من عشرة آلاف من الذراري فخرج إليهم جيش بقيادة عمر بن عبد الله الأقطع لكنه كان متأخرا فلم يلحق بهم وقد فوذي ما بين الثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف منهم بعد نحو أربع سنوات في صفر 246 هجري كذلك استطاع الروم قتلى وأسر حوالي 500 من المسلمين في إغارة أخرى على سميصات في 245 هجري وفي هذا العام ذاته استغل ملك الروم أزمة داخلية حين لم يرضى أهل مدينة لؤلؤة الواقعة على الثغور بالوالي عليهم ومنعوه من تسلم منصبه ثلاثين يوما فأرسل لهم ملك الروم بطرقا من لديه أفاض الأموال عليهم فوعد كل رجل فيهم ألف دينار ورواتبهم السنوية فاستقبلوه ثم سلموه إلى القائد التركي بل كاجور أو علي بن يحيى الأرمني فأرسله إلى المتوكل أسيرا فعرض ملك الروم ألفا من أسر المسلمين مقابل استنقاذه كل هذا وما زال علي بن يحيى الأرمني يقود غزواته الصائفة وبعد سكوتا غريبا من قبل الخلافة تخرج أربعة جيوش في عام 246 هجري فعمر بن عبد الله الأقطع يقود الصائفة في سبعة آلاف وقائد آخر يدعى قربياس يقود خمسة آلاف وقائد آخر يسمى بل كاجور يعود بسبي وغنائم وغزوة بحرية عدتها عشرون مركبا قادها الفضل بن قارن تفتح حصن أنطاليا على الساحل الجنوبي لآسيا الصغرى لكنها غزوات ومعارك في غاية الهامشية أمام ما وقع من جرائم الروم وظل المتوكل إلى نهاية خلافته حريصا على تقوية الجيش في منطقة الحدود بشقيه البري والبحري وفي ذلك يقول البلاذري وأمر المتوكل على الله بترتيب المراكب في جميع السواحل وأن تشحن بالمقاتلة وذلك في سنة 47 ومئتين أو لعله كان ينوي بهذا الرد على جرائم الروم التي مرت دون رد مناسب على الرغم من شناعتها وهذا من علامات ضعف الحكم وبداية دخول الدولة العباسية في عصور التراجع 2- فتح النوبة وبخلاف جبهة الروم الرئيسية في الجهاد انفجرت في 241 هجري جبهة أخرى في بلاد النوبة في أرض مصر حيث أغارت قبائل البجة السودانية وهي قبائل وثنية على جيشا من أرض مصر فنقضوا بذلك الهدنة بينهم وبين المسلمين بعد أن كانوا قد امتنعوا سنين عدة عن أداء الضرائب التي التزموا بها في الهدنة وهي حوالي 400 مثقال تبر أي الذهب فكتب والي مصر يعقوب بن إبراهيم الباذغيسي المعروف بقوصرة بذلك إلى المتوكل وعلى الرغم من نية المتوكل في حربهم فإن بعد بلادهم وقوتهم في الحرب وكونهم من أهل البادية الأشداء منعهم من إرسال جيشا لما يتطلبه هذا من كثرة العدد والمؤونة وطول غياب الجيش مع وجود التهديد الرومي القائم فكان هذا مما جرأهم أكثر حتى أغاروا على بلاد الصعيد في مصر فلم يكن بد من إرسال جيشا عهد بقيادته إلى محمد بن عبد الله القمي وجعله واليا على تلك البلاد المجاورة لهم وأمر الولاة في مصر أن يعينوه بكل ما يحتاج إليه من الطعام وغير ذلك وصل محمد عبد الله القمي إلى بلاد البجة وقد بلغ جيشه عشرين ألف فارس بمن أضيف إليهم من جنود مصر واستغل وجود النيل في تسهيل حمل الأطعمة والمتاع فحملها في سبع سفن بحيث تسير في النيل على مقربة من الجيش وفي روايات أخرى إنها كانت عبر البحر الأحمر ووصلت إلى ساحل عذاب إلا أن ذلك لم ينجح كما أراد فقد تأخرت المراكب عن الجيش الذي وصل إلى أرض البجات وواجه جيشها الكبير الذي بلغ أضعاف جيش المسلمين بقيادة ملكهم علي بابا الذي أدرك بدوره شح العتادي لدى المسلمين فظل في مكانه لا يقبل على المواجهة ابتغاء نفاذ الطعام والمتاع عند الجيش المسلم عاش المسلمون أيام عصيبة يرتقبون وصول المراكب بما فيها من الأطعمة والأمتعة على أحر من الجمر لا سيما وهذه بلاد شديدة الحر والماء فيها أغلى وأثمن ما يتزود به وما إن نفذ ما لديهم حتى يسر الله وصول تلك المراكب في لحظة فاصلة فعندئذ فشلت خطة الانتظار عند جيش البجات في تلك الأيام انتبه محمد بن عبد الله القمي إلى أن الإبل التي يقاتل عليها البجات تنفر من الأصوات المزعجة فعلق في رقاب خيله أجراسا كثيرة فأحدثت عند الهجوم صليلا مزعجا فرت له إبل البجات وتفرقوا فاتبعهم المسلمون فهزموهم هزيمة ساحقة فلا يعلم عدد من قتلوا منهم إلا الله عز وجل ثم استعدوا لهجوم آخر صباح اليوم التالي لكن القمي كان قد استعد لهم بكمين استطاع فيه أسر ملكهم بعد أن طلب الأمان وأخذه معه إلى الخليفة المتوكل ولهذا النجاح في تلك المهمة أقر الخليفة محمد بن عبد الله القمي على هذه البلاد كمكافأة له وكذلك لما استقر في نفوس الناس من الهيبة له في تلك الأنحاء على طول فترة حكم المتوكل نسبيا كانت حركات التمرد قليلة وقد بدأت كما هي العادة في أوائل العهد الجديد حيث تضعف الدول ويختبر الخلفاء كان محمد بن البعيث ابن حلبس أسيرا فهرب من السجن وتوجه إلى أذربيجان وقاد من هناك ثورة مركزها مدينة مرند في 234 هجري وكان طبيعيا أن يواجه المتوكل هذا التحدي الأول بأقوى ما يستطيع فأرسل الجيوش اتباعا إليه فحاصروا مرند وقصفوها بالمجانيق وصبر محمد بن البعيث صبرا بليغا وقاوم مقاومة هائلة لكن هذا لم ينفعه إذ انتهت ثورته إلى الفشل وقتل رؤوس أصحابه وانتهى هو إلى الأسر وأرسل إلى المتوكل في سامراء فوصلها في شوال 235 هجري ومعه 180 من قادة التمرد فأدخل على الجمال ليكون عبرة ومثلا وهم المتوكل بقتله فاعتذر إليه محمد اعتذارا أدبيا بليغا فقدر له المتوكل هذه الموهبة الأدبية فقيل عفى عنه وأطلقه وقيل بل أودعه السجن حتى استطاع الهرب منه بعدئذ ما إن انتهى تمرد محمد بن البعيث حتى حدث تمرد محدود قاده محمود بن الفرج النيسابوري أحد المفتونين ببابك الخرمي في 235 هجري كان يجلس إلى الخشبة التي صلب عليها ثم ادعى أنه نبي وأنه ذو القرنين وكتب مصحفا ادعى أن الله أوحى به إليه لكن السلطة انتبهت إليه مبكرا حين لم يزد من استجاب له عن 27 رجلا فأحضر إلى الخليفة وجلد فاعترف بما كان منه وأعلن التوبة والرجوع فأمر المتوكل كل واحد من أتباعه أن يصفعه ليزيد من إهانته في نفوس أتباعه ويكسر تعظيمهم له ويبدو أن نفسه لم تتحمل هذا الفشل البليغ فمات في العام نفسه في الثالث من ذي الحجة 235 هجري بعد هذا بسنتين وفي 237 هجري قاد البطريارك الكبير في أرمينيا تمردا نصرانيا على نائبها يوسف بن محمد بن يوسف الذي قبض عليه وأرسله أسيرا إلى نائب الخليفة فأثار هذا أن صار في أرمينيا وكان مما زاد في تعصبهم سقوط الثلج في هذه الفترة مما جعلهم يعتقدون أنها من كراماته فحاصروا الوالي يوسف بن محمد بن يوسف فقاتلوه حتى قتلوه ومعه طائفة كبيرة من المسلمين ومن لم يقتلوه أجبروه على الهروب عاريا فمات كثير منهم من شدة البرد وأمام هذا الوضع الخطير الذي وصل إليه التمرد أرسل المتوكل جيشا كبيرا بقيادة بغاء الصغير أو بغاء الشراب كانت مهمته تعقب الذين شاركوا في قتل الوالي واستطاع إخماد هذا التمرد بقسوة فقتل منهم كثيرا وأسر كثيرا ثم سار في تلك الأنحاء ليعيد هيبة الخلافة فيها فوطد المدن والبلاد والنواحي وظلت تداعيات هذا التمرد ومواجهة الخلافة له مستمرة أكثر من عام وحاصر بغاء الكبير مدينة تفليس في ربيع الأول 238 هجري التي كانت من أقوى المدن المشاركة في التمرد على يوسف بن محمد بن يوسف ونشب القتال حتى أسر واليها إسحاق بن إسماعيل وكان القتال مستعرا حتى أحرق بغاء المدينة التي كان أغلب بنائها من خشب الصنوبر المنتشر في تلك الأنحاء وقتل الكثيرون وأسر الكثيرون وتم تدمير المدينة اقتصاديا لألا تقوى على إنشاب تمرد أو مواجهة مع جيش الخلافة بعدئذ وظل بغاء في تتبع من شارك في هذا التمرد ومقتل يوسف بن محمد حتى أخذ بثأره وأعاد هيبة الخلافة ثم نشب تمرد جديد في حمص بعد عامين إذ غضب أهل حمص على واليهم موسى بن إبراهيم الرافعي في 240 هجري لأنه قتل رجلا من سادتهم فتمردوا عليه وقتلوا جماعة من أصحابه وأخرجوه من بلدهم فسلك المتوكل سبيل الصرامة في إنهاء مثل هذه التمردات التي تهدد رمز الخلافة فأرسل لهم واليا غيره وهو ينوي أن يحاربهم إن لم يقبلوه غير أنهم حين قبلوه لم يتغير الأمر كثيرا فقد كانت سياسته قهرهم وإهانتهم غاية الإهانة فكان طبيعيا والحال هكذا أن يتجدد التمرد ضد الوالد جديد محمد بن عبدويه الأنباري بعد شهور وبالتحديد في جماد الآخرة 241 هجري وحاولوا قتله وانضم إلى هذا التمرد كثيرا من النصارى في حمص فأمره المتوكل بحربهم ثم أرسل إلى والد مشق أن يمده بجيش من عنده وكان مما أمره به أن يجلد الثلاثة الكبار المعروفين في هذا التمرد حتى الموت ثم صلبهم على أبواب البلد ليكونوا عبرة وأن يضرب العشرين الآخرين ثلاثمائة صوت ثم يرسلهم أسرى إلى سام الراء وأن يطرد النصارى من حمص وأن يهدم كنيستها الكبرى ثم أمده والأمراء الذين دعموه بخمسين ألف درهم وهدايا أخرى وأخيرا نذكر أن ثمة تمرد بدأ صغيرا في عهد المتوكل سيكون له أثر بعيد فيما بعد إذ ظهر يعقوب بن الليث الصفار في سجستان 237 هجري وسنستعرض هذا التمرد فيما بعد بشكل أكثر تفصيلا إن شاء الله تعالى لعله لو لا ثورة محمد بن البعيث ثم عفو المتوكل عنه لقولنا إن المتوكل ممن يجنح إلى إنهاء التمردات بالعنف والقسوة إلا أن هذا العفو يدفعنا للتفكير بعمق في سر قسوته في إنهاء التمردات الأخرى لقد كانت ثورة أرمينيا كبيرة الخطر فعلا قادها بطرياركو النصراني ووصلت إلى قتل الوالي واشتركت فيها مدن كثيرة من تلك المناطق وكانت الأمور ذهبة على ما يبدو إلى انفصال هذا الجزء عن سيطرة الخلافة الإسلامية فكان لابد من التعامل بالحزم والشدة على أن أرقام القتل والأسرى الواردة تصيبها مبالغات غير مقبولة إلا أنها تشي في الوقت ذاته بقسوة وشدة التمرد وانتشاره الواسع ومثل هذه الثورة ثورة أهل حمص التي طردت الوالي وقتلت أصحابه ثم تجددها الذي شارك فيه النصارى فأعاد كل هذا نفس تلك المخاوف السابقة ولا يفوتنا أن نذكر سببا لا يمكن تجاوزه في هذه التمردات وفي معالجتها ذلك هو استبداد المتوكل نفسه وانقلابه على سياسة أسلافه من الخلفاء فانقلابه هذا قد صنع له خصوما كثيرين زادتهم شدته وقسوته كثرة وغضبا النهضة والعمران كان المتوكل يحب العمران وكان عهده من عهود البناء والتشييد حتى إن المسعودي الذي مات بعد المتوكل بمئة عام يذكر أنه لم تكن النفقات في عصر من الأعصار ولا وقت من الأوقات مثلها في أيام المتوكل ويقال إنه أنفق على تطوير قصري الهارون والجوسق أكثر من مئة ألف ألف درهم هذا مع كثرة الموالي والجند والشاكرية ودرور العطاء لهم ودرور ما كانوا يقبضونه في كل شهر من الجوائز والهبات واستمر هذا الحال مع المؤرخين بعدئذ فهذا يقوت الحموي الذي عاش بعد المتوكل بثلاثة قرون يصف النهضة العمرانية بقوله لم يبني أحد من الخلفاء بسر من رأى من الأبنية الجليلة مثل ما بناه المتوكل وذكر المؤرخون للمتوكل 19 قصرا منها الشاه والعروس والشبذار والبديع والغريب والبرج والمختار والوحيد والجعفري والجوسق والقلائد واللؤلؤة والمليح والصبيح الأخيران ربما يكونان إسمين لقصر واحد والمعشوق واتصفت هذه القصور بالتطور العمراني والتقدم الفني ودلت على ثراء الدولة العباسية في عهد المتوكل وقدر ابن الفقيه الأموال التي أنفقت في هذه النهضة ب294 مليون درهم وقد سار عمل المتوكل في البناء والتشييد على مسارين تطوير العاصمة سامراء وإنشاء مدينة المتوكلية الجديدة ففي تطوير سامراء اختطى المتوكل شارعين جديدين واسعين في المدينة هما شارع الأسكر وشارع الحير الجديد فبلغت الشوارع الرئيسية المتسعة للمدينة سبعة وأنشأ المتوكل خمسة قصور جديدة هي بركوان والعروس والصبيح واللؤلؤة والمختار كذلك هدم المتوكل المسجد الجامع للمدينة الذي كان المعتصم قد بناه بعدما ضاق على الناس وأنشأ مسجدا جامعا أكثر اتساعا منه بكثير حتى صار أوسع من المسجد الأموي في دمشق ووسع الطرق إلى المسجد بحيث تسع موكبه إذا قدم في جنوده وقد شيد المسجد على صورة فاخرة طليت حيطانه بالميناء وكانت أساطينه بالرخام ويمتاز بمنارته الطويلة وبنافورته التي لا ينقطع ماءها وارتفاعها على سبعة أذرع ومحيطها ثلاثة وعشرون ذراعا وسمكها نصف ذراع وأهم ما في هذا المسجد مئذنته الملفوفة التي صارت علامة على سام الراء كلها بل وأثرا خالدا من آثار الدورة العباسية جميعا وقد ارتفعت نحو اثنين وخمسين مترا أي ارتفاع سبعة عشر دورا تقريبا بمقاييس المعاصرة وهو ارتفاع ضخم بمقاييس ذلك الزمن ما جعل المئذنة ترى من جميع أنحاء سام الراء كذلك أنشأ المتوكل مدينة ملكية خاصة به هي مدينة المتوكلية أو الجعفرية وسبب إنشائها خليط بين تخليد ذكره كما فعل جده الأكبر أبو جعفر المنصور حين بنى بغداد وكذلك الابتعاد عن الجنود الأثراق الذين كانوا السبب في أن يبني أبوه المعتصم مدينة سام الراء من قبل فقد زاد نفوذ الأتراك في عهد المتوكل وكثر صدور الشغب عنهم بدأ البناء في المدينة الجديدة في مائتين وخمسة وأربعين هجري فحفر نهر في وسطها وبني فيها قصر اللؤلؤة الذي لم يرى مثله في علوه واستمر البناء ساريا بسرعة كبيرة وبلغت التكلفة مليوني دينار حتى دخلها المتوكل في العاشر من المحرم مائتين وستة وأربعين هجري في احتفال كبير أنفق فيه الكثير من الأموال على القراء ثم على الشعراء والمطربين ثم كان الانتقال الرسمي إليها ونقل دواوين الدولة في أول السنة التالية مائتين وسبعة وأربعين هجري وكان أبرز ما في المتوكلية مثل الحال في سام الراء هو مسجدها الجامع وقد عرف بمسجد أبي دلف الذي كان مشهورا بالشجاعة والكرم وكان بنائه شبيها بالمسجد في سام الراء وكان ذا مئذنة ملفوفة أيضا كمئذنة سام الراء على أن سنن الحياة جرت على المتوكل كما جرت على غيره فلم يهنأ بمدينته الملكية بل قتل بعد تسعة أشهر في شوال مائتين وسبعة وأربعين هجري وذهب إلى الآخرة وترك قصوره لم يأخذ منها شيئا ولم تغني عنه شيئا وقليل من الناس من يتعظون ثم جاء ولده من بعده فهجر المتوكلية وعاد إلى سام الراء فعادت المتوكلية بقعة خرابا كما كانت قبل ثلاث سنوات كأن لم تنشأ فيها مدينة ملكية وصدق الله تعالى كأن لم تغن بالأمس سورة يونس 24 وبعد قليل هجرت سام الراء أيضا وعادت الخلافة العباسية إلى بغتاد التي شاء الله لها البقاء حاضرة زاهرة قرونا حتى دارت عليها الأيام هي الأخرى ولن تجد لسنة الله تبديله سورة الأحزاب 62 مقتل المتوكل استقر أمر ولاية العهد منذ نحو 12 عاما قبل هذه الأيام منذ 27 من ذي الحجة 235 هجري حين كتب المتوكل كتاب الولاية بالعهد من بعده لمحمد المنتصر ثم لمحمد أو الزبير المعتز ثم لإبراهيم المؤيد لكن المتوكل بدى له أن ابنه عبدالله المعتز هو أصلح للخلافة من ولي عهده محمد المنتصر وقد ظهر هذا في كثيرا من المواطن والمواقف وطبيعيا أن هذا لم يكن يرضي المنتصر ثم كان أن قدم المتوكل ابنه المعتز ليخطب خطبة الجمعة التي كان سيخطبها المتوكل نفسه في آخر جمعة من رمضان مما أثار المنتصر وأوغر صدره وزاد في تمسك كل طرف بموقفه على أن المعتز أدى هذه الخطبة أداء بليغا أفصح عن فهمه للسياسة والجمهور وطبائع الأشياء فزاد هذا من إصرار المتوكل على توليته الخلافة وزاد هذا من خوف المنتصر وغيظه ثم طلب المتوكل من المنتصر أن ينزل عن ولاية العهد للمعتز فرفض المنتصر فكان المتوكل بعدها يحقره ويهينه وينقص من شأنه أمام الناس فزاد هذا من تغير المنتصر على أبيه ومن جهة أخرى كان المتوكل قد عزم على مصادرة ضياع القائد التركي وصيف في مناطق أسبهان والجبل وكتب هذا القرار ولم يبق إلا أن يختم فبلغ هذا وصيفا فكانت لحظة اجتمع فيها حنق المنتصر والأتراك على المتوكل تحالف الطرفان الغاضبان وكان المتوكل مريضا في تلك الأيام من عيد الفطر 247 هجري لكنه بدأ يتجه نحو العافية في صباح الثلاثاء الثالث من شوال 247 هجري فلما جاء الليل وعزم على الجلوس إلى السمر مع الشعراء والسمار كعادته دخل عليه جماعة من الأمراء فقتلوه في تلك الليلة ثم بايع ولده المنتصر بالله كان عمر المتوكل في هذه اللحظة أربعين سنة فحسب ونحسب أنه لو امتد به العمر لكان قد استطاع القضاء على نفوذ الأتراك وإعادة قوة الدولة ولكن هكذا جرت الأيام ولا يعلم الغيب إلا الله إلا أنها كانت سابقة جديدة في نفوذ الأتراك الذين وصلوا إلى قتل الخليفة نفسه فكان لهذا ما بعده وأعلنت هذه الحادثة عن فشل الخليفة في مسعاه بإنهاء نفوذ الأتراك لا سيما وأنهم على الرغم من انقسامهم على أنفسهم كانوا يشعرون بالمصطحة المشتركة وساعدهم تخليط الخلافة في أمر العهد وانقسام العائلة المالكة على نفسها فاستغلوا ذلك لقتل خصمهم والتخلص منه وتلا ذلك فترة فوضى مريعة وقفة مع المتوكل قال يوما لبعضهم إن الخلفاء تتغضب على الرعية لتطيعها وإني ألين لهم ليحبوني ويطيعوني وقال أحمد بن مروان المالكي حدثنا أحمد بن علي البصري قال وجه المتوكل إلى أحمد بن المعذل وغيره من العلماء فجمعهم في داره ثم خرج عليهم فقام الناس كلهم إليه إلا أحمد بن المعذل فقال المتوكل لعبيد الله إن هذا لا يرى بيعتنا فقال يا أمير المؤمنين بلى ولكن في بصره سوء فقال أحمد بن المعذل يا أمير المؤمنين ما في بصري سوء ولكن نزهتك من عذاب الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار فجاء المتوكل فجلس إلى جنبه وقال الفتح ابن خاقان دخلت يوما على المتوكل فإذا هو مطرق مفكر فقلت يا أمير المؤمنين ما لك مفكر فوالله ما على الأرض أطيب منك عيشا ولا أنعم منك بالا فقال بلى أطيب مني عيشا من له دار واسعة وزوجة صالحة ومعيشة حاضرة لا يعرفنا فنؤذيه ولا يحتاج إلينا فنزدريه وكان المتوكل محببا إلى رعيته قائما في نصرة أهل السنة وقد شبهه بعضهم بالصديق في قتله أهل الردة لأنه نصر الحق ورده عليهم حتى رجعوا إلى الدين وبعمر بن عبد العزيز حين رد مظالم بني أمية وقد أظهر السنة بعد البدعة وأخمد أهل البدع وبدعتهم بعد انتشارها واشتهارها فرحمه الله من حرصه على السنة وفيها في عام 244 هجري أثى المتوكل بالحربة التي كانت تحمل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرح بها فرحا شديدا وقد كانت تحمل بين يدي رسول الله يوم العيد وغيره وقد كانت للنجاشي فوهبها للزبير ابن عوام فوهبها الزبير للنبي ثم إن المتوكل أمر صاحب الشرطة بأن يحملها بين يديه كما كانت تحمل بين يدي رسول الله نظرة عامة على خلفاء العصر لقد كان عصر العباسيين الأقوياء هو عصر مجد الدولة العباسية وكالعادة في عصور المؤسسين يكثر الرجال الأقوياء الذين أقاموا الدولة فحولوها إلى واقع بعدما كانت حلما وأمنيا ثم إن هذا الجيل يورثها إلى أبنائه ممن تعهدهم بالرعاية والعناية والتدريب لكي يحمل هذه الأمانة من بعدهم ثم يأخذ الحال في الضعف والإنحلال بنشوء جيل نشأ في القصور والترف ولم يعاني مما ذاقه جيل المؤسسين ولم تبلغ بهم الرعاية والعناية مثلما بلغت المعاناة الحقيقية بآبائهم وهكذا حتى يظهر الخلفاء الضعفاء فيتسلط عليهم الوزراء أو العسكر أو تأتي دولة أخرى تذهب بالدولة كلها وتعيد سيرة السابقين وقد شهد هذا العصر العباسي عدة تغيرات مهمة في مسار التاريخ الإسلامي ينبغي أن يشار إليها إذ ليس هذا الكتاب مقام بحثها بتفصيل الإمامة وتغير الفكرة عن الحاكم لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يعهد إلى أحد بعينه بالخلافة وترك الأمر شورى ولذا اختلف المسلمون في من يولونه عليهم حتى استقر أمرهم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثم كان واضحا لدى المسلمين ولدى أبي بكر أن استحقاقه الخلافة لم يكن إلا باختيار الناس وبتوكيل الأمة له فهو وكيل عن الأمة وليس وصيا عليها أو مستحقا للخلافة بميزة أو بعهد فكان للأمة أن تعزله مثل ما نصبته وأن تحاسبه وتراقبه فهو واحد منها وقد استمر هذا ثابتا راسخا في عهد الخلافة الراشدة الخليفة يكتسب شرعيته من اختيار الناس له فهكذا كان عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا ثم رأى معاوية رضي الله عنه أن يعهد بالخلافة لابنه من بعده تجنبا للفتن والمشكلات والصراع على منصب الخلافة بعد ذهاب الكبار وعودة العصبيات وقد رضيت الأمة بهذا في معادة اثنين خرج أحدهما وهو الحسين بن علي ولم يخرج الآخر عبد الله بن الزبير ثم أثبت التاريخ أن بني أمية كانوا العصبة الأقوى والأقدر على حكم الدولة الإسلامية بل وهم الذين حققوا أوسع الفتوحات التي نشرت الإسلام في جنبات الدنيا مما لم يستطعه أحد بعدهم إلا أن تلك اللحظة كانت أولا حراف عن الشورى التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم والتي اضطردت في عهد الخلافة الراشدة لكن بقي الحاكم يعرف أن لا شرعية له إلا باختيار الناس ولا ميزة له عليهم ولا اختصاص له دونهم وكان الحكم ينتقل في الدولة الأموية إلى الأقوى من بيت الخلافة وليس الإبن بالضرورة أما التغير الكبير فقد جاء مع الدورة العباسية فهنا ظهرت للمرة الأولى فكرة استحقاق آل البيت بالخلافة وأن الأمر ليس مجرد اختيار الناس لخليفتهم بل هو أمر مقرر سلفا فالخليفة متميز بأنه من بيت النبوة وأن الله قد اختص هذا البيت بعلم لم يكشفه لأحد غيرهم يجعلهم وحدهم أهل تولي هذه المسؤولية وتظل بيعة الناس التزاما على الناس بالسمع والطاعة لخليفتهم وهذه الفكرة ابتكرها اليهودي عبد الله بن سبأ منذ عهد عثمان رضي الله عنه وكانت أول الفتنة لكنها تسربت فيما بعد إلى الشيعة وظلت تتمدد وتلتمس لها الأدلة والروايات حتى صارت فكرة راسخة لديهم قامت كثير من الشخصيات بترجمتها إلى ثورات طوال العهد الأموي ثم كانت هي الفكرة الأساسية التي اعتمدت عليها الدولة العباسية الدعوة إلى الرضا من آل محمد ولما كانت هذه الفكرة تجمع العباسيين والعلويين وتشغب على العباسيين انفرادهم بالخلافة من بين آل البيت ظهرت فكرة أخرى تجعل العباسيين وحدهم أولى بهذا المنصب تلك هي اعتبار الخلافة ميراثا وحيث إنها كانت فإن أولى الناس بها بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو عمه العباس فقد مات النبي ولا ولد له ولكن العباسيين لم يصنعوا مذهبا جديدا على غرار الشيعة بل كان الأفضل لهم أن يقولوا بأنه طالما رضي العباس عن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان فخلافتهم صحيحة من قبيل تنازل صاحب الحق عن حقه والصحيح الذي لا شك فيه أن كل هذا كلام باطل وأنه اخترع لإسباغ الشرعية على الصراع السياسي لكن الذي يهمنا في هذا السياق هو الإشارة إلى تغير الفكرة عن الخليفة فهو لم يعد اختيار الناس بل هو حق شرعي لمجموعة من الناس هم آل البيت ثم هم العباسيون وهذا الانحراف عن الإسلام هو أكبر بكثير وأعظم بكثير من ذلك الانحراف الجزئي الذي كان في صدر الدولة الأموية لأنه يؤسس لفكرة شرعية ولا يتحدث عن الاضطرار وحكم الضرورة ومصلحة الأمة كما كان الأمويون يتحدثون فمن هنا بدأت فكرة الإمام الولي أو الوصي على الأمة من بعد ما أسس الإسلام لقاعدة الإمام وكيل عن الأمة وقد ساهم في رسوق هذه الفكرة وتجذورها عدد من العوامل منها استمرار التنظيم العباسي الدعوي حتى بعد قيام الدولة فقد ظل الخليفة العباسي صاحب الدولة في مقام الإمام صاحب الدعوة وكانت له رسائل إلى أتباعه كما كان لأتباعه رسائل إليه واستمرت الصلاة بتنظيمات الدعوة وجماهيرها واعتمد الحكم في العصر العباسي الأول على القاعدة الجماهيرية للدعوة وبالنظر في الرسائل المحفوظة ومنها على سبيل المثال رسائل الخميس لأحمد بن يوسف والتي استمرت حتى عهد المتوكل يتبين أن التعليمات كانت ترسل إلى المريدين من مختلف الأقطار للاحتفاظ بتشكيل الدعاة والنقباء والعمال ولعل هذا هو ما أكسب النظام السياسي صلابة وقوة وهو يفسر ما قام به أنصار الخلافة من تبريرا لأعمالهم في رسائل التقريض ومنها كول الفرس والموالي قد أصبحوا هم رجال الدولة العباسية وهم الذين اعتادوا على فكرة الولاء للسيد فالفارسي صاحب تقاليد عريقة ضاربة في القدم منذ الحكم الكسروي في الإمبراطوريات الفارسية والمولى لا طمع له في المنافسة على السلطان وقد كان من البصيرة النافذة للإمام محمد بن علي إدراك هذا الأمر وهو الاستعانة بالموالي من غير ذوي الأصول العربية فبهذا استطعت الدولة العباسية أن تحفظ بقاءها لفترة طويلة حتى وإن كان الخليفة ضعيفا مغلوبا على أمره كما سيبدو في العصور التالية لكن وجودهم رسخ فكرة حق العباسيين في الخلافة وكيف أن أحدا لا ينبغي له منافستهم عليها فقنعوا بالوجود في مصاف الوزراء والأجناد على أن ثمت نتيجة أخرى في غاية الأهمية ترتبت على وجود الفرس كرجال للدولة تلك هي المظاهر السلطانية لقد ظلت الدولة الأموية عربية في أسلوبها وتقاليدها فهم لم يتخذوا قصورا ملكية للحكم ولم يتخاطبوا مع الناس بـ سيدي أو مولاي ولم يكن في بلاطهم تقبيل اليد أو تقبيل الأرض أمام الخليفة ولم يتخذوا ألقابا ملكية بينما سنجد المظاهر السلطانية انتقلت إلى الدولة العباسية فكأنما جددت البلاطة الفارسية الكسروي فصار للخليفة ألقاب ومراسم وتقاليد ملكية ودخلت تعظيم الكسروي إلى قصر الخليفة العباسي ودخلت في النظام الإسلامي فكرة الوزير صاحب الصلاحيات الواسعة في التصريف والتدبير وعلى الجانب الآخر كان اشتعال نزاع عربي عربي كبير كفيلا بتقويض الدولة الأموية بينما كان غاية ما تفعله الصراعات الفارسية أو التركية أو العربية أن تنقل الخلافة من عباسيا إلى عباسيا آخر لأنهم جميعا يعلمون استحالة قبول الناس لهم كخلفاء وهكذا كان دخول الفرس بميراثهم الكسروي من عوامل الاستقرار نوعا ما وإطالة عمر الخلافة العباسية ولكنه كان أيضا من عوامل انحراف كبير عن الأسلوب الإسلامي في تقرب الخلفاء من الناس ورعايتهم المباشرة لأحوالهم لقد صار الخلفاء محجوبين عن العام قد يظهرون في العام مرة أو مرتين ويفصلهم في حال احتجابهم مساحات من الفخامة والترف والمظاهر الملكية فإذا كان حال ظهورهم ظهروا في مواكب ملكية فاخرة تزيغ لها العيون رهبة ورغبة لقد كانت طبقة الكتاب وأصحاب الدواوين غالبا من الفرس في ذلك العصر فنقلوا الأدبيات السلطانية الفارسية ويعد تراث ابن المقفع مثالا واضحا بل إن ثمت مؤلفات مثل الوزراء والكتاب للجهشياري يبدو واضحا فيها استقرار الأمر على اعتبار تاريخ الوزراء الإسلامي تبعا لتاريخ الوزراء الفرس وشعت في أدبيات تلك الفترة الحكم الفارسية وتاريخ ملوك آل ساسان وأقوالهم وأفعالهم وأسلوبهم في السياسة والإدارة بل إن موجة الترجمة الهائلة التي بلغت ذروتها في عهد المأمون والتي نقلت كلما طالته يدها من تراث روماني لم تنقل أبدا أداب الرومان ومسرحياتهم وأساطيرهم ولا نعرف تفسيرا لهذا إلا أن الأدب الفارسي كان قد سد هذا الاحتياج أو حتى منع من تسرب هذه الأفكار المخاصمة للتراث الفارسي عن وعي ومن هنا دخلت المظاهر السلطانية إلى الحياة الإسلامية ثم دخلت تنافس إلى قلوب الخلفاء في بناء القصور وتكثيرها والمبالغة في فقامتها لتحكي للأجيال سيرته وعظمته وكان هذا انحرافا جديدا عن المسار الإسلامي كما يتبدى في سيرة النبي والخلفاء الراشدين وحيث بنيت القصور الفاخرة التي احتجب بها الخلفاء عن الناس فقد استتبع هذا ظاهرة أخرى تلك هي الشراب ومجالس السمر لقد صار من اليسير بعد هذا الاحتجاب عن العامة أن تنشأ مجالس تشهد ما لا يمكن أن تقبله العامة وأن تنمو حاشية تحف بالملك في أوقات سمره ولهوه فتطربه بأخبار القدماء وأيامهم وآدابهم وأشعارهم وطرائفهم ونوادرهم ولئن كان خلفاء العصر العباسي الأول كانوا من الجد واليقظة ما جعل مجالسهم هذه بحرا من الثقافة فإن من بعدهم لم يكونوا هكذا بل صارت مجالسهم بحرا من اللهو وفيما عدا المنصور يعد وجود الشراب جزءا من سيرة أولئك الخلفاء في لحظات سمرهم وقد اختلف كثيرا فيما إذا كان هذا الشراب من المسكر المحرم أم هو من الحلال وهو خلاف مشهور بين علماء العراق وعلماء الحجاز لكن كثيرا من المجالس شرب فيها الخمر وقيل فيها ما هو حرام من الأشعار وكتب الأدب تفيض بأخبار هذا وتبالغ فيه جدا إلى الحد الذي يجعل الأخذ منها والثقة في أخبارها في حكم المستحيل أحيانا وأشهر ما يذكر في هذا كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني الذي وصف بحق بأنه النهر المسموم لكن المبالغات لا تنفي الأصل الذي تتناثر أخباره في كتب التاريخ والتراجم وغيرها وهذا بلا شك انحراف عن المسار الإسلامي ولعل كل هذه الانحرافات تجعل القارئ يتساءل أين كانت الأمة؟ أين كانت الأمة لتصحح هذا وتقومه وتعيده إلى مساره؟ وأين كان علماؤها وفقهاؤها؟ لقد كانت الأمة موجودة وقائمة وتمارس مقاومتها لكل هذه الانحرافات فالعلماء يمارسون المقاومة العلمية بالكتابة والتأليف والتدريس كما يمارسون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو للخليفة نفسه وقد مر بنا بعض من هذا لقد وقف العلماء ضد أفكار العباسيين والعلويين في الإمامة وما زالت كتب الأحكام السلطانية وكتب الفقه التي كتبت في ذلك الوقت تؤكد على أن الخليفة بالاختيار وأنه وكيل عن الأمة وليس وصيا عليها وأن الخلافة ليست ميراثا ليكون مختصا في آل البيت أو في نسل العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم كانوا يوازنون بين السكوت على هذه الانحرافات لا سيما والخلفاء يقيمون الشريعة ويجاهدون العدو ويحفظون الثغور وبين الخروج عليهم فمنهم من رأى الخروج ومنهم من أدت به الموازنة إلى السكوت على منكر دفعا لمنكر وفتنة أشد منه وأعظم ووقف العلماء المسلمون بالمرصاد أمام تسرب الثقافة الفارسية إلى الحياة العربية ونقبوا وقلبوا ليعيدوا كتابة تاريخ العرب وأيامهم وأنسابهم وأبطالهم فظهرت مؤلفات كثيرة كانت تغني عن سيرة الأكاسرة وعن بلاطهم كما كان العلماء خلف كل حركة شعوبية تحاول القضاء على الإسلام أو نشر الإلحاد والزندق والمجونة والاستهتار وفي كتب الطبقات والتراجم أخبار كثيرة تثبت وقوف الأمة في مواجهة حرافات السلطة ولولا هذه المقاومة لكنا نكتب الآن تاريخا آخر حتى وإن كنا نقر ونعترف أنها مقاومة لم تبلغ غايتها التي كانت تطلبها كاملة ملحقات الكتاب الوصية البديعة الذائعة الصيط لطاهر ابن الحسين في السياسة والإدارة وتقسيم الجيش البيزنطي في العصر العباسي الأول الوصية البديعة الذائعة الصيط لطاهر ابن الحسين في السياسة والإدارة بسم الله الرحمن الرحيم عليك بتقوى الله وحده لا شريك له وخشيته ومراقبته ومزايلة سخطه وحفظ رعيتك والزم ما ألبسك الله من العافية بالذكر لمعادك وما أنت صائر إليه وموقوف عليه ومسؤول عنه والعمل في ذلك كله بما يعصمك الله وينجيك يوم القيامة من عذابه وأليم عقابه فإن الله قد أحسن إليك وأوجب عليك الرأفة بمن استرعاك أمرهم من عباده وألزمك العدل عليهم والقيام بحقه وحدوده فيهم والذب عنهم والدفع عن حريمهم وبيضتهم والحقن لدمائهم والأمن لسبيلهم وإدخال الراحة عليهم في معايشهم ومؤاخذك بما فرض عليك من ذلك وموقفك عليه ومسائلك عنه ومثيبك عليه بما قدمت وأخرت ففرغ لذلك فكرك وعقلك وبصرك ورؤيتك ولا يذهلك عنه ذاهل ولا يشغلك عنه شاغل فإنه رأس أمرك وملاك شأنك وأول ما يوفقك الله به لرجدك وليكن أول ما تلزم به نفسك وتنسب إليه فعالك الموظبة على ما افترض الله عليك من الصلوات الخمس والجماعة عليها بالناس قبلك في مواقيتها على سننها في إسباغ الوضوء لها وافتتاح ذكر الله فيها وترتل في قراءتك وتمكن في رقوعك وسجودك وتشهدك ولتصدق فيها لربك نيتك وحدض عليها جماعة من معك وتحت يدك وادأب عليها فإنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ثم أتبع ذلك الأخذى بسنن رسول الله والمثابرة على خلائقه واقتفاء آثار السلف الصالح من بعده وإذا ورد عليك أمر فاستعن عليه باستخارة الله وتقواه ولزوم ما أنزل الله في كتابه من أمره ونهيه وحلاله وحرامه واعتمام ما جاءت به الآثار عن النبي ثم قم فيه بما يحق الله عليك ولا تمل عن العدل فيما أحببت أو كرهت لقريبا من الناس أو بعيد وآثر الفقه وأهله والدين وحملته وكتاب الله والعالمين به فإن أفضل ما تزين به المرء الفقه في دين الله والطلب له والحث عليه والمعرفة بما يتقرب فيه منه إلى الله فإنه الدليل على الخير كله والقائد له والآمر به والناهي عن المعاصي والموبقات كلها وبها مع توفيق الله تزداد العباد معرفة بالله عز وجل وإجلالا له ودركا للدرجات العلا في المعاد مع ما في ظهوره للناس من التوقير لأمرك والهيبة لسلطانك والأنسة بك والثقة بعدلك وعليك بالاقتصاد في الأمور كلها فليس شيء أبيان نفعا ولا أحضر أمنا ولا أجمع فضلا من القصد والقصد داعية إلى الرجد والرجد دليل على التوفيق والتوفيق منقاد إلى السعادة وقوام الدين والسنن الهادية بالاقتصاد فآثره في دنياك كلها ولا تقصر في طلب الآخرة والأعمال الصالحة والسنن المعروفة ومعالم الرجد فلا غاية للاستكثار من البر والسعي له إذا كان يطلب به وجه الله ومرضاته ومرافقة أوليائه في دار كرامته واعلم أن القصد في شأن الدنيا يورث العز ويحصن من الذنوب وإنك لن تحوط نفسك ومن يليك ولا تستصلح أمورك بأفضل منه فأتي واهتد به تتم أمورك وتزدد مقدرتك وتصلح خاصتك وعامتك وأحسن الظن بالله عز وجل تستقم لك رعيتك والتمس الوسيلة إليه في الأمور كلها تستدم به النعمة عليك ولا تنهض أحدا من الناس فيما توليه من عملك قبل تكشف أمره بالتهمة فإن إقاع التهم بالبراء والظنون السيئة بهم مأثم واجعل من شأنك حسن الظن بأصحابك واترد عنهم سوء الظن بهم وارفضه عنهم يعين كذلك على اصطناعهم ورياضتهم ولا يجدن عدو الله الشيطان في أمرك مغمزا فإنه إنما يكتفي بالقليل من وهنك فيدخل عليك من الغم في سوء الظن ما ينغسك لذاذ تعيشك واعلم أنك تجد بحسن الظن قوة وراحة وتكفي به ما أحببت كفايته من أمورك وتدعو به الناس إلى محبتك والاستقامة في الأمور كلها لك ولا يمنعك حسن الظن بأصحابك والرأفة برعيتك أن تستعمل المسألة والبحث عن أمورك والمباشرة لأمور الأولياء والحياطة للرعية والنظر فيما يقيمها ويصلحها بل لتكون المباشرة لأمور الأولياء والحياطة للرعية والنظر في حوائجهم وحمل مؤناتهم آثر عندك مما سوى ذلك فإنه أقوم للدين وأحيال السنة وأخلص نيتك في جميع هذا وتفرد بتقويم نفسك تفرد من يعلم أنه مسؤول عن ما صنع ومجزي بما أحسن ومأخوذ بما أساء فإن الله جعل الدين حرزا وعزا ورفع من اتبعه وعززه فاسلك بمن تسوسه وترعاه نهج الدين وطريقة الهدى وأقم حدود الله في أصحاب الجرائم على قدر منازلهم وما استحقوه ولا تعطل ذلك ولا تهاون به ولا تؤخر عقوبة أهل العقوبة فإن في تفريطك في ذلك لما يفسد عليك حسن ظنك واعزم على أمرك في ذلك بالسنن المعروفة وجانب الشبه والبدعات يسلم لك دينك وتقم لك مرؤتك وإذا عهدت عهدا ففي به وإذا وعدت الخير فأنجزه واقبل الحسنة وادفع بها واغمض عن عيبي كل ذي عيب من رعيتك واجدد لسانك عن قول الكذب والزور وأبغض أهله وأقصي أهل النميمة فإن أول فساد أمرك في عاجل الأمور وآجلها تقرير الكذوب والجرأة على الكذب لأن الكذب رأس المآثم والزور والنميمة خاتمتها لأن النميمة لا يسلم صاحبها وقائلها لا يسلم له صاحب ولا يستقيم لمطيعها أمر وأحب أهل الصدق والصلاح وأعين الأشراف بالحق وواصل الضعفاء واصل الرحم وابتغي بذلك وجه الله وعزة أمره والتمس فيه ثوابه والدار الآخرة واجتنب سوء الأهواء والجور واصرف عنهما رأيك وأظهر براءتك من ذلك لرعيتك وأنعم بالعدل سياستهم وقم بالحق فيهم وبالمعرفة التي تنتهي بك في سبيل الهدى واملك نفسك عند الغضب وآثر الوقار والحلم وإياك والحدة والطيرة والغرور فيما أنت بسبيله وإياك أن تقول إني مسلط أفعل ما أشاء فإن ذلك سريع فيك إلى نقص الرأي وقلة اليقين بالله وحده لا شارك له وأخلص لله النية فيه واليقين به واعلم أن الملك لله يعطيه من يشاء وينزعه ممن يشاء ولن تجد تغير النعمة وحلول النقمة إلى أحد أسرع منه إلى حملة النعمة من أصحاب السلطان والمبسوط لهم في الدولة إذا كفروا بنعم الله وإحسانه واستطالوا بما أتاهم الله من فضله ودعانك شرها نفسك والتكن ذخائرك وكنوزك التي تدخر وتكنز البر والتقوى والمعدلة واستصلاح الرعية وعمارة بلادهم والتفقد لأمورهم والحفظ لدهمائهم والإغاثة لملهوفهم واعلم أن الأموال إذا كثرت وذخرت في الخزائن لا تثمر وإذا كانت في إصلاح الرعية وإعطاء حقوقهم وكف المؤولة عنهم نمت وربت وصلحت به العامة وتزينت الولاة وطاب به الزمان واعتقد فيه العزة والمنع فليكن كنز خزائنك تفريق الأموال في عمارة الإسلام وأهله ووفر منه على أولياء أمير المؤمنين قبلك حقوقهم وأوفي رعيتك من ذلك حصصهم وتعهد ما يصلح أمورهم ومعايشهم فإنك إذا فعلت ذلك قرت النعمة عليك واستوجبت المزيد من الله وكنت بذلك على جباية خراجك وجمع أموال رعيتك وعملك أقدر وكانت جمع لما شملهم من عدلك وإحسانك أسلس لطاعتك وأطيب نفسا لكل ما أردت فاجهد نفسك فيما حددت لك في هذا الباب ولتعظم حسبتك فيه فإنما يبقى من المال ما أنفق في سبيل حقه واعرف للشاكرين شكرهم وأثبهم عليه وإياك أن تنسيك الدنيا وغرورها هول الآخرة فتتهاون بما يحق عليك فإن التهاون يجب التفريط والتفريط يورث البوار وليكن عملك لله وفيه تبارك وتعالى وارج الثواب فإن الله قد أسبق عليك نعمته في الدنيا وأظهر لديك فضله فاعتصم بالشكر وعليه فاعتمد يزدك الله خيرا وإحسانا فإن الله يثيب بقدر شكر الشاكرين وسيرة المحسنين واقضي الحق فيما حمل من النعم والبس من العفية والكرامة ولا تحقرن ذنبا ولا تميلن حسدا ولا ترحمن فاجرا ولا تصلن كفورا ولا تداهنن عدوا ولا تصدقن نماما ولا تأمنن غدارا ولا توالين فاسقا ولا تتبعن غاويا ولا تحمدن مرائيا ولا تحقرن إنسانا ولا تردن سائلا فقيرا ولا تجيبن باطلا ولا تلاحظن مضحكا ولا تخلفن وعدا ولا ترهبن فجرا ولا تعملن غضبا ولا تأتين بذخا ولا تمشين مرحا ولا تركبن سفها ولا تفرطن في الطلب الآخرة ولا تدفع الأيام عيانا ولا تغمضن عن الظالم رهبة أو مخافة ولا تطلبن ثواب الآخرة بالدنيا وأكثر مشاورة الفقهاء واستعمل نفسك بالحلم وخذ عن أهل التجارب وذوي العقل والرأي والحكمة ولا تدخلن في مشورتك أهل الدقة والبخل ولا تسمعن لهم قولا فإن الضررهم أكثر من منفعتهم وليس شيء أسرع فسادا لما استقبلت في أمر رعيتك من الشح واعلم أنك إذا كنت حريصا كنت كثير الأخذ قليل العطية وإذا كنت كذلك لم يستقم لك أمرك إلا قليلا فإن رعيتك إنما تعتقد على محبتك بالكف عن أموالهم وترك الجور عنهم ويدوم صفاء أوليائك لك بالإفضال عليهم وحسن العطية لهم فاشتنب الشح واعلم أنه أول ما عصى الإنسان به ربه وأن العاص بمنزلة خزي وهو قول الله عز وجل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون سورة الحشر تسعة فسحل طريق الجوذ بالحق واجعل للمسلمين كلهم من نيتك حظا ونصيبا وأيقن أن الجوذ من أفضل أعمال العباد فأعدده لنفسك خلقا وأرض به عملا ومذهبا وتفقد أمور الجندي في دواوينهم ومكاتبهم وادرر عليهم أرزاقهم ووس عليهم في معايشهم ليذهب بذلك الله فاقتهم ويقوم لك أمرهم ويزيد به قلوبهم في طاعتك وأمرك خلوصا وانشراحا وحسب ذي سلطانا من السعادة أن يكون على جنده ورعيته رحمة في عدله وحيطته وإنصافه وعنايته وشفقته وبره وتوسعته فزاي المكروه إحدى البليتين باستشعار تكملة الباب الآخر ولزوم العمل به تلقى إن شاء الله نجاحا وصلاحا وفلاحا واعلم أن القضاء من الله بالمكان الذي ليس به شيء من الأمور لأنه ميزان الله الذي تعتدل عليه الأحوال في الأرض وبإقامة العدل في القضاء والعمل تصلح الرعية وتأمن السبل وينتصف المظلوم ويأخذ الناس حقوقهم وتحسن المعيشة ويؤدى حق الطاعة ويرزق الله العافية والسلامة ويقوم الدين وتجري السنن والشرائع وعلى مجاريها ينتجز الحق والعدل في القضاء واشتد في أمر الله وتورع عن النطف وامضي لإقامة الحدود وأقلل العجلة وأبعد من الضجر والقلق وقنع بالقسم والتسكن ريحك ويقر جدك وانتفع بتجربتك وانتبه في صمتك وازدد في منطقك وأنصف الخصم وقف عند الشبهة وأبلغ في الحجة ولا يأخذك في أحد من رعيتك محابات ولا محامات ولا لوم لائم وتثبت وتأنى وراقب وانظر وتدبر وتفكر واعتبر وتواضع لربك وارأف بجميع الرعية وصلت الحق على نفسك ولا تسرعن إلى سفك دم فإن الدماء من الله بمكان عظيم انتهاكا لها بغير حقها وانظر هذا الخراج الذي استقامت عليه الرعية وجعله الله للإسلام عزا ورفعة ولأهله ساعة ومنعة ولعدوه وعدوهم كبتا وغيظا ولأهل الكفر من معاهدتهم ذلا وصغارا فوزعه بين أصحابه بالحق والعدل والتسوية والعموم فيه ولا ترفعن منه شيئا عن شريفا لشرفه وعن غنيا لغناه ولا عن كاتبا لك ولا أحدا من خاصتك ولا تأخذن منه فوق الاحتمال له ولا تكلفن أمرا فيه شطط واحمل الناس كلهم على مر الحق فإن ذلك أجمع لألفتهم وألزم للرضى العامة واعلم أنك جعلت بولاياتك خازنا وحافظا وراعيا وإنما سمي أهل عملك رعيتك لأنك رعيهم وقييمهم تأخذ منهم ما أعطوك من عفوهم ومقدراتهم وتنفقه في قوام أمرهم وصلاحهم وتقويم أودهم فاستعمل عليهم في كور عملك ذوي الرأي والتدبير والتجربة والخبرة وبالعمل والعلم بالسياسة والعفاف ووسع عليهم في الرزق فإن ذلك من الحقوق اللازمة لك فيما تقلدت وأسند إليك ولا يشغلنك عنه شاغل ولا يصرفنك عنه صارف فإنه متى آثرته وقمت فيه بالواجب استدعيت به زيادة النعمة من ربك وحسن الأحدوثة في أعمالك واحترست النصيحة من رعيتك وأعنت على الصلاح فذرت الخيرات ببلدك وفشت العمارة بناحيتك وظهر الخصب في كورك فكثر خراجك وتوفرت أموالك وقويت بذلك على ارتباط جندك وإرضاء العامة بإقامة العطاء فيها من نفسك وكنت محمود السياسة مرضي العدل في ذلك عند عدوك وكنت في أمورك كلها ذا عدل وقوة وآلة وعدة فنافس في هذا ولا تقدم عليه شيئا تحمد مغبة أمرك إن شاء الله واجعل في كل كورة من عملك أمينا يخبرك أخبار عمالك ويكتب إليك بسيرتهم وأعمالهم حتى كأنك مع كل عامل في عمله معين لأمره كله وإن أردت أن تأمره بأمر فانظر في عواقب ما أردت من ذلك فإن رأيت السلامة فيه والعافية ورجوت فيه حسن الدفاع والنصح والصنع فامضه وإلا فتوقف عنه وراجع أهل البصر والعلم ثم خذ فيه عدته فإنه ربما نظر الرجل في أمر من أمره قد واتاه على ما يهوى فقواه ذلك وأعجبه وإن لم ينظر في عواقبه أهلكه ونقض عليه أمره فاستعمل الحزم في كل ما أردت وباشره بعد عون الله بالقوة وأكثر استخارة ربك في جميع أمورك وافرغ من عمل يومك ولا تؤخره لغدك وأكثر مباشرته بنفسك فإن لغد أمورا وحوادث تنهيك عن عمل يومك الذي أخرت واعلم أن اليوم إذا مضى ذهب بما فيه وإذا أخرت عمله اجتمع عليك أمر يومين فشغلك ذلك حتى تعرض عنه فإذا أمضيت لكل يوم عمله أرحت نفسك وبدنك وأحكمت أمور سلطانك وانظر أحرار الناس وذوي الشرف منهم ثم استيقن صفاء طويتهم وتهذيب مودتهم لك ومظاهرتهم بالنصح والمخالصة على أمرك فاستخلصهم وأحسن إليهم وتعاهد أهل البيوتات ممن قد دخلت عليهم الحاجة فاحتمل مؤنتهم وأصلح حالهم حتى لا يجدوا لخلتهم مسا وأفرد نفسك للنظر في أمور الفقراء والمساكين ومن لا يقدر على رفع مظلمة إليك والمحتقر الذي لا علم له بطلب حقه فاسأل عنه أحفى مسألة ووكل بأمثاله أهل الصلاح من رعيتك ومرهم برفع حوائجهم وحالاتهم إليك لتنظر فيها بما يصلح الله أمرهم وتعاهد ذوي البأساء ويتماهم وأراملهم واجعل لهم أرزاقا من بيت المال اقتداءا بأمير المؤمنين أعزه الله في العطف عليهم والصلة لهم ليصلح الله بذلك عيشتهم ويرزقك به بركة وزيادة وأجر للأضراء من بيت المال وقدم حملة القرآن منهم والحافظين لأكثره في الجراية على غيرهم وانصب لمرضى المسلمين دورا تؤويهم وقوما يرفقون بهم وأطباء يعارجون أسقامهم وأسعفهم بشهواتهم ما لم يؤدي ذلك إلى سرف من بيت المال وعلم أن الناس إذا أعطوا حقوقهم وأفضل أمانيهم لم يرضهم ذلك ولم تطب أنفسهم دون رفع حوائجهم إلى ولاتهم طمعا في نيل الزيادة وفضل الرفق منهم ربما برم المتصفح لأمور الناس لكثرة ما يرد عليه ويشغل فكره وذهنه منها ما يناله منه مؤنة ومشقة وليس من يرغب في العدل ويعرف محاسن أموره في العاجل وفضل ثواب الآجل كالذي يستقبل ما يقربه إلى الله ويلتمس رحمته به وأكثر الإذن للناس عليك وأبرز لهم وجهك وسكن لهم أحراسك واخفض لهم جناحك وأظهر لهم بشرك ولن لهم في المسألة والمنطق واعطف عليهم بجودك وفضلك وإذا أعطيت فأعطي بسماحة وطيب نفس والتمس الصنيعة والأجر غير مكدر ولا منان فإن العطية على ذلك تجارة مربحة إن شاء الله واعبر بما ترى من أمور الدنيا ومن مضى من قبلك من أهل السلطان والرياسة في القرون الخالية والأمم البائدة ثم اعتصم في أحوالك كلها بأمر الله والوقوف عند محبته والعمل بشريعته وسنته وإقامة دينه وكتابه واجتنب ما فارق ذلك وخالفه ودعا إلى سخط الله واعرف ما يجمع عمالك من الأموال وينفقون منها ولا تجمع حراما ولا تنفق إسرافا وأكثر مجالسة العلماء ومشاورتهم ومخالطتهم وليكن هواك اتباع السنن وإقامتها وإثار مكارم الأمور ومعاليها وليكن أكرم ذخلائك وخاصتك عليك من إذا رأى عيبا فيك لم تمنعه هيبتك من إنهاء ذلك إليك في سر وإعلامك ما فيه من النقص فإن أولئك أنصح أوليائك ومظاهريك وانظر عمالك الذين بحضرتك وكتابك فوقت كل رجل منهم في كل يوم وقتا يدخل عليك فيه بكتبه ومؤامرته وما عنده من حوائج عمالك وأمري قولك ورعيتك ثم فرغ لما يريده عليك من ذلك سمعك وبصرك وفهمك وعقلك وكرر النظر إليه والتدبير له فما كان موقفك للحزم والحق فأمضه واستخر الله فيه وما كان مخالفا لذلك فاصرفه إلى التثبت فيه والمسألة عنه ولا تمن على رعيتك ولا على غيرها بمعروف تأتيه إليهم ولا تقبل من أحد منهم إلا الوفاء والاستقامة والعون في أمور أمير المؤمنين ولا تضعن المعروفة إلا على ذلك وتفهم كتاب إليك وأكثر النظر فيه والعمل به واستعن بالله على جميع أمورك واستخره فإن الله معل الصلاح وأهله وليكن أعظم سيرتك وأفضل رغبتك ما كان لله رضا ولدينه نظاما ولأهله عزا وتمكينا وللذمة عدلا وصلاحا وأنا أسأل الله أن يحسن عونك وتوفيقك ورجدك وكلاءك وأن ينزل عليك فضله ورحمته بتمام فضله عليك وكرامته لك حتى يجعلك أفضل مثالك نصيبا وأوفرهم حظا وأسناهم ذكرا وأمرا وأن يهلك عدوك ومن ناوأك وبغى عليك ويرزقك من رعيتك العافية ويحجز الشيطان عنك وساوسه حتى يستعلي أمرك بالعز والقوة والتوفيق إنه قريب مجيب تقسيم الجيش البيزنطي في العصر العباسي كما يصفه قدام ابن جعفر في كتابه الخراج وصناعة الكتابة 1- البطريق يكون رئيسا على عشرة آلاف مع كل بطريق طماخان 2- كل طماخ على خمسة آلاف ومع كل طماخ خمسة طربخارين 3- كل طربخار على ألف ومع كل طربخار خمسة قمامسة 4- كل قمس على مئتين ومع كل قمس خمسة قنطرخين 5- كل قنطرخ على أربعين ومع كل قنطرخ أربعة داقرخين 6- كل داقرخ على عشرة فإما عدة جيوشهم 1- فمنها بالقسطنطينية وهي حضرة الملك 24 ألفا منهم الفرسان 16 ألفا والرجال 8 ألاف 2- فينقسم الفرسان أربعة أقسام أولها الإسخلارية وصاحبهم الدمستق الكبير وهو صاحب فرض الفروض والرئيس على الجماعة وعدتهم أربعة آلاف فارس والصنف الثاني الحسف وهم أربعة آلاف فارس والصنف الثالث أوقومس وهم للحرس وصاحبهم طريخان وعدتهم أربعة آلاف والصنف الرابع قيدار طين وهم يخرجون مع الملك إذا خرج في سفر وعدتهم أربعة آلاف ثلاثة وينقسم الرجالة قسمين فالأول منهما يسمون أتليمسا وعدتهم أربعة آلاف راجل والباقي يسمون موبرة وعدتهم أربعة آلاف وهذا بخلاف الفرق العسكرية المحلية الخاصة بالولايات والأنحاء بهذا نكون قد وصلنا معا إلى نهاية الكتاب أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم وأشكركم على وقتكم وصبركم وحسن متابعتكم والحمد لله رب العالمين